السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من الكرة في دريل نهاردة حلقة استثنائية من المفترض ان احنا بيطلع كل يوم جمعة من سبعة لعشرة ولكن فجئنا ان مطش الزمالك واتحاد الشرطة في كاس مصر يوم الجمعة وعامتا ما فيش مطشقات كتير بتتلاها بيوم الجمعة وكان من المفترض ان مباراة يوم الخميس تم تأجيلها للجمعة فبالتالي عشان نكون متواجدين معاكم وما ينفعش ان نبقى طلعين الجمعة مطش الساعة سابعة واحنا نطلع هوا الساعة سابعة مطش الزمالك شغال وانا طلع هنا لا منطقية يعني في ان احنا مفيش منطق ان انا اطلع ومطش الزمالك واتحاد الشرطة يعني على الهواء مباشرة فقررنا ان احنا نطلع النهاردة من اربعة لستة ممكن اول مرة اطلع بدري شوية كده من اربعة لستة ويوم خميس على اساس ان بكرة مفيش مطش قبل مفيش ساعتين تلاتة فجئنا بان مطش الزمالك واتحاد الشرطة تم تأجيله فجأة بسبب ان الامن مش موافق على اقامة مباراة الزمالك واتحاد الشرطة في بيترو سبورت فطبعا الناس اللي بتقعد تفكر يعني المطش منها المفترض ان هو كان هيتلعف الاسماعيلية وبعد كده مديرية امن اسماعيلية رفضت لان بكرة الساعة اتنين الضهر في مطش بين الزمالك والاهلي في كأس مصر في نهائي كأس مصر لكرة اليد فمديرية امن اسماعيلية قالت مش معقولة هأمن مطش زمالك واهلي في كرة اليد وبعديها بساعات امن مطش الزمالك واتحاد الشرطة خصوصا ان جمهور الوايت نايتز ابتدى يروح مطشات كتيرة منها مباراة اتلغت في الكرة الطائرة ما بين الزمالك واسموحها بعد ما دخل الجمهور سموحها كترفض انها تلعب ان لما الجمهور يخرج بتاع الوايت نايتز الجمهور قرر ان هو ما يخرجش والحاكم قال انا ما عنديش تعليمات ان انا الغي المباراة اتلعب الشرط الاول الزمالك كذب 25 ما عرفش كام شهد التاني نفس القصة تقدم الزمالك 2-0 جي بعض الجمهور ابتدى ينزل الملعب ابتدى يكون فيه حاجات غريبة في الملعب فبالتالي سموحها دخل القودة مرضاش يطلع الحاكم قرر ان الجمهور يرجع فالجمهور رجع خطوتين ورا في المدرجات راحوا للنادي سموحها رفض انه يطلع ورافض انه يتلعب المطش خالص انه هو يلعب المطش ويكمله طلع قرار بفوز الزمالك على اسموحها والنهاردة المشار مرتضى منصور رئيس الزمالك بيبعت اعتذار لسموحها على اللي حصل من الوايت نايتز هنا بقى السؤال يا جماعة اللي بيطرح نفسه ليه مطش زمالك واتحاد شرطة يتأجل تمهو الزمالك بيلعب في بيترو سبورت كل مطشاته في الدوري ولسه لعب من يومين ثلاثة يعني تريبا زي الدخلية الشرطة فبالتالي اكيد 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 في بلاغ امني احنا ما نعرفوش لان الشرطة مش منافس يعني بيثير يعني مش نادي شعبي ونفس القصة بيترو سبورت دايما بيستقبل مباراة نادي الزمالك فما فيش مشكلة مع الامن لتأمنها هل بقى يوم الجمعة ان ده يوم اجازة مع ان الامن كان موافق هل في اخبارية بامور قد تحدث في مباراة الزمالك وتحاد الشرطة معانا الحج عامر حسين رئيس لجنة المصابقات ازاك حج عامر ازاك حضرتك عامل ايه كله تمام ايه اللي حصل حج عامر ايه اللي حصل والله انباراة حتى مع هذا كانت في الاسمعالية وماعدين قالوا ان في مباراة الاهل والزمالة النهاي الكاف كرة اليد في الاسمعالية طلبوا ناعد المباراة بعد ما حاولات كل اليوم انباراة وقعد ساعة تفع بالليل العمي السؤال بلغوا من ان الامن وافق ان تتلعب في بيترو سبورت اه انها بيترو سبورت النهارده الصبش الساعة 11 15 ونسف كده العمي السؤال بلغوا من ان الامن انها هيônعب دخرة فى القاهرة فى بيتلسورت وطبال ذلك مباراة الاهلي والالجيش برضو العيلة وحرس الحدود فى تكالز برضو refs وارضوا كنة بالسورت وبرضى الامن رافق لعدها فى القاهرة ايه بس تمبارات المباراة دي كانت من مباراة معروف إن الامن مش موافق يعني الامن وافق على مطش الزة مالك وما كانش موافق على مطش الاهلى وتم نقل المباراة للسويس على ما أعطاه حسنا اه اه ايه بقى ايه 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 النهاردة يعني ايه تعتقد ايه حاج عامر ولا انت ملاكش علاقة بالقصة دي على اساس ان تعرف ان الزمالك على طول بيلاعب في بيترو سبورت ولسه لعب الدخلية اعتقد في بيترو سبورت لا ولما كان موافق بالليل ولما كان موافق اه بقى في معلومة بقى موافقة وقال لك احنا وفقنا بالليل احنا وفقنا بس المبرات الاهل كتنقل اه يوم السبت اه بعدين النهاردة القرار الجديد ان الجمعة السبت ما يبقاش فيه مباراة في القاهرة طب يعني الاهل هي لعب السبت في السويس عايزين تلعبوا وتلعبوا يوم الحد طبعا يوم الحد حدتك عارف الجدول ان في يوم التلاتة الجمالك عنده مبرامة على الجيش ويوم السبت مبارات المحلة والجمالك بالتالي طبعا ما فيش فرصة ان احنا اباوز الجدول كله مقدرش لعب الحد طيب هلعبوا ازاي حد وثلات وسب طب عايزة اسأل حدلك سؤال كده المباراة اجلت لامتا بقى لا حسن بقى اقعد اباوز في الجدول يعني عبار ما اشوف فرنك بقى حط فيه المبارا بقى اه عصن انت دلوقتي الاهل هي لعب السبت وكده كل الفرق هتكون وصل الدور الثمانية وفي فرق كمان وصل الدور الاربعة اعتقد اه لا لا كله تمانية كله تمانية قصد يبقى زمالك الوحيد اللي ملعبش اه من انت عارف ان الجدول لما بحطه بحطه بيبقى مسلسل يعني يبقى ده واحد بيلعب يوم حد ده بيلعب ثاني يوم بياخد ثلاثة ايام بيلعب على الرابع التفيد واحد بيحصل كعبالة في الجدول كله اه احنا كنت مبنى من نادي الشرطة كنت حطه مع انتا يوم اربعة على ان عنده مبارا في الكانش يبقى يفضل الغات يوم اربعة ما عندوش مبارا يطهر وحنا في عرض كان يوم يعني لو اعرف كان ده من بدري بحط الجدول بناء على الارتباطات في تاعت الهندية خاصة احنا كعارف ان الاهل بيلعب في القاهرة ما حاجش بيلعب معها الزمان اللي بيلعب في القاهرة ما حاجش بيلعب معها نفس الوقت في المحافظات فلما يبقى نادي من القاهرة زي الشرطة فييجي يوم ثلاثة في زمانك في القاهرة ويوم الاثنين شمه النسان فكانش عندي حط للشرطة ايلا يوم اربعة يوم الارمعة تمام لكن الاهل يلعب يوم الست بما في السويس خلاص ان شاء الله لغد الوقتي إن شاء الله طيب الماتش الزمالك اللي جاي مع المحلة ولا طلعها الجيش المراجع مع الجيش يوم الثلاثة إن شاء الله واللي بعدها المحلة وبعدها المحلة ومشاه هل ملعب المحلة تحدد يعني يعني انت عارف ان حصلت مشكلة في ماتش الآلي والمحلة وتم نقل مورال اسكندرية هل الملعب اللي هيتتلعب عليه مبراط الزمالك والمحلة في المحلة لغاية الوقت يا ولا ايه لغاية الوقت في المحلة لأنه مارسة مبعدش حاجة اه ما أنه برضو من خلالك برضو لو في حاجة ياريت من بدري اه يمعدش لأهلي ويحصل الهمز والهمز والناس متعرفش والناس تعرف وده تبلغ قبل دوت فنبوله عيضة قدام الناس يعني خبالك انت عارفة يا حاج عامر انت في النهاية بتتهم عامر انت في الاخر اللي هتتهم هيقولك ده ده المبراط نقلت بتاعة الاهل اسكندرية عشان ملعبش في المحلة والزمالك اش معنى ماذا مالك والزمالك يروح يلعه في المحلة ايه والأمن اش معنى وكلام من هذا القبيل مدير أمن غربية معرفش ناقش. وانا بكلمك اهو من المزارة الداخلية. مش هقوله ده اه 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 ديني حد اكلمه لنا هو. طيب معنى كده معنى كده حاج عامر ان اي لعيب موقوف مسلا بس المرسي عنده مسلا اه تلات انذارات. طالما المطش مش هيتلقى بكرة يبقى بس المرسي موقوف طلاع الجيش. اه طبعا ان اللي حب تبقى الايقاف الاول مباراة عليا. اه. اه. يعني مش مرتبطة مش الكاس لوحده بطولة الكاس لوحده او بطولة الدولة لوحده. لا احنا عندنا كله مرتبط ببعض. السوبر والدوري والكاس. اه. او في بعض الدول طبعا بتعمل اه الكاس لوحده زي مسلا اسبانيا مسلا. اه. اه. انما طبعا دي تعمل مشكلة انه بتريده كل عقوبات لوحدها. اه. انما طبعا عندنا مشكلة مبقى بقى حد بياخد عقوبة عمل حاجة مع حكمه في الدوري تاني يوم يتلعب كاس. الحكم ليه قدامه او العبس يعني. ازا باس المرسي الان يلعب مباراة طلاع الجيش كده. والله انا معرفش من الموقوف طبعا. ما هو باس المرسي الموقوف اه لان هو ما كانش يلعب مطش الشرطة بكرة. فكده طالما تم تأجيلها الاجل غير مسمى يبقى المباراة التالية طلاع الجيش. فلا يلعب هذي المباراة. طيب. هل هل في عقوبات على الكابت انحلمي طولان? اه انحلمي اتوقف مباراة لانه هو تعرب للشاحتين للنافض انه هو كان في ضرب الجزاء. ما اه مش مش صحيحة. اه. في النادي الاهلي. فالمرائب ده ده خلال الله اي حالتهم انك انت مستهردش على ليه اه. هل معلش ما اه حاضرات دايما بتقول لي تقرير المرائب. هل هل في في المؤتمر الصحفي المرائب او الحكم بيحكي بيكتب حاجة ولا بيبقى اه اه شغله فقط داخل الملعب او 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 حوالين قط اللبس. لا حاضراتك اه اه دولات المرائبة بنخلوش يقعد فوق على المنصة. ويقعد تحت. ويطلع كل مدير فني لوحده. المرائب بس دي رائب المقتبرة لو فيه تجاوزات ولا حاجة بيكتبها. عشان كده المرائب بيحضر المقتبرة. مرائب الحكم ولا مرائب المباراة. اه. هو اللي كتب ان الكابتن حلمي كان فيه تجاوز. اه. لو تعرض للتحكيم. طيب. هل 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 حاجة عامر اه يعني كل الناس شاهدت اه. 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 ما فعله حسام غالي في المبرام ما داس على اه صوابع اه احمد نبيل مانجا. وكان حتى كان زميله قبل كتا في نادي قالي. قدائي جدا. هل انت بتاخد بالفيديو دوت ان سلوك غير رياضي مثلا. ولا اه اه. اه. لازم الحكم يكون شايفها وكاتبها. اه. كانت قدام الحكم والمساعد كان قدامه وخطوتين. يعني اه. وصبعا زي ما قلت بكده متمر ان انا ما بحكمش مكان. اه. 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 يعني 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 حسام غالي. قدام المساعد ناحية المساعد. اه. اه. قدامه. والحكم راح وحاش بينهم. يعني دليل ان هو شاف الواقع. هو الحكم جاي من بعيد حسابها فول. يعني امكان حكم ما شافهاش. لكن لكن في النهاية انت انت كلاجنة مسابقات. ما بتشوف ما بتشوف فعل غير رياضي في التلفزيون. زي مثلا اه. كرة لعبت. فبيدوس بالاسترزات على ايد اه. لعب زميلو او لعب الخصم. ده مش من حقك ان انت تعمل عليه عقوبة. لا انا اخد بالحاجة اللي هي من خلف الحكم. يعني دربة روكنية بتتلعب. عدلا بيشوف دايما اللعبة. مدفعين المهاجمين. يقعد يشدوا في بعض ويحطوا كوع وفش التاني. والحكم قدامهم يروح يحذرهم وكلامين ده. لا. انما لو حكم في اتجاه. والكرة في لعبة في ناحية التانية في اتجاه تاني خالص. ولا الحكم ولا المساعد قريبين منها. واحد درب واحد بالبوكس ولا حاجة. ايه لا ممكن اتدخش. المزيد الحكم ما شايفهمش. لما الحكم ما دام راح وادى ده يفاول. والمساعد قدامه. وما شاورش للحكم. وشايف ان الموضوع ما يستهبش عقوبة. بقى ما خشش. معنا كده اننا هحكم بقى مكان الحكم. لا ما هو. اه حاج عامر هو الحكم ادى فاول على الاشتراك في الكرة. لكن اه ادوس على الصباح ده بعد الفاول وبعد احتساب الفاول. كان جاي من بعيد. انا فجأة يعني كان لسه جاي من. يعني يعني يعني. بيحاول يحوش ما بينهم لان هو لقى. لقى ان هو يعني بيحاولوا يتخانوا مع بعض او احمد ابيل بنج حاول ان هو يزوء اه عسام غالي ويعترض عليه انه ازاي يعني يدوس على صابه. ايه طيب يعني شايف الوقع كلها. والمساعد كان فيه. ام. ام. والمساعد في نص الملعب اللي فيه الوقع. تمام. تمام حاج عامر. تمام. اذا العقوبات بس بتبقى على التقارير الحكام. الحكم الرابع من حقه كمان. الحكم الرابع كان نواقف على الخط. لكن طب حضراتك هسألك سؤال. يعني الحكام التلاتة والحكم الرابع لم يذكر احد فيهم ولا مرائب المباراة برا او مرائب الحكام لم يذكر احد فيهم ما فعله حسام غالي. لا مرائب مصابقات ما يدارش يتدخل في الحاجات دي. مرائب الحكام. مرائب الحكام. حكم الرابع التلات حكام. بقى مرائب الحكام يكتب في الحكم اه اللي بيعطي المدرج. اه. يكتب ان الحكم اه ما اخدش قرار في اللي هو قاعدة. انا بس هل حضراتك سؤال. التلات حكام ما كتبوش في تقريرهم حاجة عن حسام غالي? لا ولا اقدر يكتبه. قل لي ليه كتنفاني. ليه? لان هو لو كتب بيدين نفسه. اه ان هو يعني اه طالما شاف ما حسبش ليه? او ما اخدش قرار ليه? اه دي اسماء المباراة. طب لما يكتب. طب انت مخدش قرار ليه? طب مرائب بقى الحكام ما كتبش حاجة? لأ مرائب الحكام تقريره ما بيجيش عندنا اذا بيروح لاجمة الحكام. يعني ما اه ما اه يعني اه تقرير الحكام بس هو اللي بيروح لك انت بس. تقرير سري عشان بيقيم الحكام. اه. اه. رقاطه اليقة البلدانية. فده بيرجع لاجمة الحكام ما كنهما بيقضوها في اه تقارير الحكام بتاعتهم. حاجة خاصة بالحكام. اه. ولاش علاقة بالمسابعات خارج. تمام. بشكرك اه الحج عامل حسين اه وضح لنا امور اه كثيرة. كده الزمالك لن يلعب مباراة الغد وتم تأجيلها الاكل غير مسمة. اه فبالتالي باس المرسي لن يلعب مباراة طلاقع الجيش. لانه كان موقوف مباراة اه كأس مصر امام الشرطة. والكام المفترض انها هتتلعب اه اه طبعا اه بعد مباراة حرس الحدود على طول. اه ايضا كمان ازا مالك مستفيد ومش مستفيد. حل ممكن يكون مستفيد بسبب اصابة بعض اللاعبين. مثل ايمن حفني ولكن برضو مش مستفيد. لان ايمن حفني لن يلعب مباراة طلاقع الجيش ولن يلعب مباراة غزل المحلة. لانه ما ذال اصابة اه كبيرة في السمانة. وهيغيب على اثارها اسبوعين. فات منهم تقريبا خمس ايام. فلسه بدري على ان هو يعود. اذا زمالك بتأجيل هذه المباراة. اه اه طبعا مباراة قوية جدا امام طلاع الجيش. هيفقد نادي زمالك باس مرسي اه في مباراة قوية في الدوري. ممكن اه حد تاني يقول الزمالك بعيد عن الدوري. وان الاهلي قرب. اه ان الاهلي قرب جدا من الدوري العام. فبالتالي من مصلحة الزمالك انه يتم تأجيل مباراة في بطولة هو بيلعب عليها. وهي بطولة كأس مصر امام اتحاد الشرطة. كل شيء وارد. لكن احنا بنقول اللي بيحصل. اتحاد الشرطة هيتم اه يعني وضعها في الجدول فين الله اعلم. اه الاهلي خلاص هيلعب يوم السبت اللي جاي اه في استاد السويس مع حرس الحدود. اه مباراته في كأس مصر في دور الستاشر. وهيكون كل الفرق وصلت دور التمانية. انا عايز اقول لكم بس ان الفرق المريخ ومعانا الاهداف. اه يا جماعة بس قبل ما نروح. اه اللي حابب احنا النهاردة عاملين حلقة من اربعة الستة. كل الحلقة انا حابب ان الجمهور يشارك معايا. ويقول وجهة نظره ورأيه. اه فهنفتح التليفونات لكل مشاهدي. اه طبعا الكرة في دريم على اه طبعا قناة دريم. اللي حابب يتواصل معايا ويقول اي حاجة هو حابب يتكلم فيها. عايزين نقول بس ان كأس مصر في دور الستاشر المريخ استطاع ان يفوز على افسي مصر. المريخ كان كسب المقاولين في دور الاثنين وثلاثين. وافسي مصر كان كسب المقصة في دور الاثنين وثلاثين. المباراة الوحيدة بعد وقت اضافي استطاع المريخ ان يحرز هدف المباراة الوحيد وهدف التأهل لدور التمانية. اه اه طبعا كده المريخ اه وصل لدور التمانية. وبعديها كان في مباراة اخرى وهي مباراة كانت اه 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 مبارح. وهي مباراة اه وادي دجلة وامبي. اه قد دكون هذه المباراة هي اخر مباراة للكابتن خالد متولي المدير الفني المؤقت. ده هدف اه مارتينيز الهندروسي. وبعد كده محمود قعود بيرحز الهدف التاني. وكل ده في الشوط الرابع. بعد ما انتهت المباراة في وقتها الاصلي. والاضافي الاول بالتعادل السلبي. اه اه طبعا هدف جميل ورائع. اه 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 في الشوط الرابع جابه جنين. وده طبعا بيدل ان مستوى اليقى البدنية والتركيز قل عند اه لعيبة اه اه طبعا اه ودي دجلة. وده الهدف التاني. ويعتبر انهيار يعني. بنتكلم في اه ربع ساعة. اه هدفين في ربع ساعة. وشوط رابع يعني. ده محمود قعود كده بيؤكد صعود ام بي لدور التمانية. ام بي هيعتقابل مع المريخ البور سعيد. كده ام بي بقى قريب قوي من وصول الدور قبل النهائي. يعني ام بي حقاق عن الحق المريخ فريق كويس مجتهد. هو الفريق الوحيد من الدوري الدرجة الاولى به. اللي يصعد لهذه المرحلة. دور التمانية. وعلى حساب فرقة زي المأولين. وعلى حساب فرقة زي افسي مصر. اللي هي زيه في الدوري الدرجة الاولى به. ولكن افسي مصر طلعت مصر المقاصة. وام بي هيلعب مع المريخ. على ارض الواقع ام بي الاقرب للوصول الدور قبل النهائي. لكن الكرة فاش كبير. الناحية التانية. الاهلي هي تقابل السبت مع حرس الحدود. الكسبان فيهم هيلعب مع سموحة. وقد تكون مباراة والاقرب على ارض الواقع النادي الاهلي. انه يكسب حرس الحدود. خصوصا انه بيلعب في استاد السويس ملعب جميل ورائع. وامكانيات النادي الاهلي وفواءان لعبته وتصدره للدوري. يجعل ان هو الاقرب للوصول لدور التمانية. ما يوصل لدور التمانية هي تقابل مع سموحة. وقد تكون مباراة اخرى ومباراة ثقرية بعد ما السموحة كسب في الدور الاول تلاتة صفر. والاهلي كسب في الدور التاني تلاتة واحد في اسكندرية. المباراة هتقام على ارض محايدة. يعني في الدور التمانية. الناحية التانية الزمالك بيتقابل مع اتحاد الشرطة. الكسبان فيهم هيتقابل مع الكسبان من مع الاتحاد السكندري. يبقى الكسبان من الزمالك واتحاد الشرطة هيتقابل مع تحاد السكندري. الكسبان فيهم هيتقابل مع الكسبان من المصري والاسماعيلي في دور التمانية. يعني المصري والاسماعيلي فرقة شعبية هتصل لدور الاربعة وتنتظر الكسبان من الزمالك واتحاد الشرطة عشان يتقابل مع الاتحاد السكندري. طيب معانا محمد من اسوان زكا محمد فصل طيب دي بعد اخبارنا السريعة وده كان طبعا شكل كأس مصر هذا الموسم تعرفين ان كأس مصر كانت قرعة موجهة قرعة موجهة يعني ايه يعني المجوم يعملوا القرعة قرروا ان كل الفرق الشعبية او كل الفرق اللي فيها بعض المشاكل مع النادي الاهلي تبعد عنه فقرروا ان منطقة القناة كلها ما تلعبش مع النادي الاهلي فالاسماعيلي بعد عن النادي الاهلي خالص مع ان الاسماعيلي فيش مشاكل طبعا المصري منطقيا ان انت تستبعده ولكن ايضا حد تاني يقولك منطقيا ليه طب ماهو المصري كده كده بتتلعب المباريات في ارض محايدة وكده كده المصري بيلعب مع الاهلي المطشين مثلا وما كانش عنده مانع انه يلعب حتى مطشه في استاد الجيش ببرج العرب ما عندوش مشكلة والمطش التاني هيتلعف استادة الجيش ببرج العرب فبالتالي ليه بنبعد الاندية دي عن النادي الاهلي رغم ان عايزين نهد الدنيا عايزين المياه ترجع ما جريهها ما نقعدش نفكر الناس دايما ده الاهلي عنده مشكلة مع مصري تعال نبعده عن الكاس تعال اسماعيل اصلي قريب من مصري نبعده تعال بيتروجيت اصلي ما بتلعب في السويس يا جماعة والاهلي هيلعب في السويس يعني كلام لكن على ارض الواقع الاهلي عنده فرق قوية لكن هي فرق غير جمهرية زي السموحة كان طبعا في طريقه عنده كان المقصة في طريقه في طريقه المقاولين في طريقه يعني دي الفرق كان النادي القهني في طريقه النادي زمالك في طريقه الاسماعيلي المصري الاتحاد السكندري يعني فرق اللي هي برضو الأندية الشعبية عاية أمير مسكندرية تفضل يا أمير ايو معاك تفضل يا أمير تفضل. تسلم كابتن خالد لا شمعت? انا كابتن خالد امير. تفضل حبيبي. هلو? هلو ايه امير انا خالد. تفضل حبيبي انت على الهوى. اي 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 افن. بقول لكابتن خالد كنت عايز اقترح عليك اقتراح. تفضل. وصلهولي للكابتن سيد عبدالخفيز والكابتن عبدالعزيز عبدالشافي. تفضل. كنت عايز اه لو ايه رأي حضرتك? سبعا انا مش مش تفهم كرة زي حضرتك يعني. ايه رأك لو باسم علي. يلعب مكان اه صغري رحيل. يبقى كده الاهلي دايما عمل قبل كده مع احمد فتحي. اه. واحمد فتحي لعب في الحتة دي واجاد. فواحد بامكانيات باسم هيلعب هيلعب دي لو اجاد حيفيد الاهلي وحيفيد منتخب مصر. انت انت شايف ان صبر رحيل مش بيقدي في مكانه يعني? لا صبر رحيل اه متاز بس انا شايف انه لو نجح. اه. لو نجح لو نجح اه باسم. بين كميات وفترعات وبروشاكتور. حيفرق كتير اوي مع المنتخب. ونجرب. محمد الكابتن بركات رعب في الحتة دي قبل كده. صحيح. عندك حاجة تانية يا الكابتن حمد طلبة في الزمالك مش مكان. ونجح فيه. لو نجح فيه حيفيد الاهلي بطريقة كتير اوي. تمام. تمام. شكرك اه. امير بس يعني صبر رحيل بيقدي في المكان ده كويس. المكان ده بيبعايز لعيب اشوال اكتر. اه. مش شرط اه. حمد طلبة ده مش مكان. والغاية دلوقتي النادي الزمالك بيحاول ان هو يلاقي بديل لي. على حد علمي مارتين يول طلب اه اه اماكن محددة للنادي الاهلي الموسم اللي جاي. منهم الباكليفت. يعني مارتين يول طلب باكليفت. ممكن يكون مع صبر رحيل. هل ممكن يكون فيه رحيل حسين السيد؟ ممكن. هل باسم علي للأسف مرشح بقوة انه يرحل. احمد الشيخ نفس القصة مرشح بقوة انه يرحل الموسم الجديد. حتى لو كابتن صادح وفيس نافع هذا الكلام طبعا منطقي وطبيعي انه لازم يدافع عن كل لعيبته ولازم يقول ان ده لأ او ده سابق لقوانه ومارتين يول لسه مقالش حاجة وكل الكلام ده ممكن يكون طبيعي ومنطقي لمدير الكرة. لكن على ارض الواقع فيه جون انطوي هيمشي. فيه باسم علي هيتم بيعه او اعارته. فيه احمد الشيخ كلام قوي عليه على رحيله. النادي مارتين يول عايز وسط مدافع بأي طريقة رغم ان هو جاب عمر السلية. خدوا بالكم. يعني عمر السلية انضم في الانتقالات الشتوية. فالمفروض ان عمر رسولية يكون حل مهم في الوسط المدافع. في وجود حسام عشور في وجود حسام غالي. هل صالح جمعة بعد الكلام اللي تقال انه ممكن يرحل او لا يرحل. اه صالح جمعة امكاناته كبيرة جدا. واعتقد ان فرص بقاءه موجودة في النادي الاهلي. من زي ما يبقى يشيع البعض ان هو بنسبة كبيرة هيمشي من النادي الاهلي. معانا. مصطفى مسكندرية. اتفضل يا مصطفى. نسأل فولة كابتن خالد. نسأل فولة انا عايز اقول لأ حالاك حاجة دلوقت انا قلت نادي الزمالة الموسم اللي فات هكابتن بالموسم د ده هكابتن في حاجة غلص في النادي يا كابتن. اه. في حاجة غلص هكابتن في النادي مش ده انس زمالة!, كابتن وفي يعني كام لعبة كابتن كده تصراعنا ونسح لزمالة جابهم حاجة انت اتفا معاني كورة كتر مني. اه. احنا مثلا جمية يا محاها ده عادي الجمعة يعني بعد احترام ليه طبعا. ام. اه يعني مسلا إبراهيم عم خلال الجبناء بقى دي كده كابتن ما بيلعبش إبراهيم صلاح مشيناه وإسلام جمال مشيناه وإحنا محتاجينه على فكرة فطبعا كابتن ما ينفعشه وإحنا دلوقتي معنا مدير فني يعني أنا مش عارف الصراحة يعني السيادة المسجر سيب والحد دلوقتي وإحنا داخلين على أفريقيا وإحنا لازم لازم ناخده بطولة ما ينفعش الزمالك السندي ما ياخدش بطولة وداخلين على كاس مصر ما تشي تأكد فدي فرصة جاهدة إن احنا نعيد النظر بالمدير الفني الموجود تمام فكابتن لازم تتكلم في الموضوع هكلمك دلوقتي لأنا عندي أخبار مهمة جدا وحصرية عن نادي الزمالك هلوهالكو دلوقتي بس معي محمد من أسوان زكا محمد عليكم كابتن عليكم السلام زكا محمد تفضل حبيب برا حضرتك كابتن تمام تمام يا بحمد الله تفضل بقولنا كابتن أنا كنت عايز أتكلم بس في مشكلة اللي حصل في معنات أسوان آه لجنة المسابقات اللي عملت للفريق أسوان خمس مطشاط خلال 16 يوم اللي فيه مطش تاني إنه يوم واحد خمسة قبلها مفروض المطش ده كانت لعب بطوان بتاع المطر البورسعيد ده طبعا المطش مش هتلعب بطوان هتلعب هتلعب في البورسعيد وتاني حاجة يعني بعد ده كله مشكلة إن بيكلفه النادي كما تقامة المباراة هناك هيلعبوا خمس مطشاط في 16 يوم آه والدكتور حسن عبدالقادر يقدم شكوى للحج عامر حسين طبعا ما فيش طبعا أي تلبية للشكوى والجدول طبعا كان بيقول إن أسوان هتلعب مفروض سموحها يوم تمانية بعد كده ترجع أسوان يوم تسعة هاتولي الرئيس العقلية يوم 12 وبعد كده تسافر تاني تلاعي بوات بيديا تمام وبعد كده ترجع تلاعي بنده في أسوان وبعد كده تسافر أسكندرية تاني تلاعي الخرص الحدود يعني ده عذاب تمام تمام وصل للمعلومة محمد وحاول أكلم طبعا رئيس نادي أسوان حالا دلوقتي لأن أنا عندي معلومة برضو إن نادي أسوان هدد بعدم إذاعة مباراة النادي الأهلي القادمة بسبب إن حقوق البس ما خدهاش من نادي ودي دجلة أو من المسؤولين في نادي ودي دجلة لأن ماجد سامي كان مضى مع أسوان وقال إن هو يعني هو اللي هتديله الفلوس بس هو ينضم للمجموعة بتاعته فأسوان وافق ومضى مع المهانس ماجد سامي والغاية دلوقتي ما خدش مستحقاته وأسوان في عرض أي فلوس تجيله بعد ما كان عنده مشكلة مالية كبيرة حقاقا الحق وزير الشباب ورياضة وقف مع نادي أسوان ودفع له أعتقد مليون جنيه أو 2 مليون جنيه مش فاكر عشان يستطيع إنه يكمل المشوار في الدوري العام والسنة دي نادي أسوان عمل نتاج كويسة جدا مع الكابتن عباد النحاس ومع مجموعة من اللاعبين المميزين المعارين أو الكبار في الصن ولكن كبار في إمكانياتهم وفي لعبهم داخل المستطيل الأخضر وأحد أهم أسباب نجاح أسوان جماعة هتستغربوا الـ 25 لعيب قاعدين في فندق واحد حتى الكابتن عباد النحاس نفسه قاعد في فندق واحد طول السنة فتخيلين كأنهم في معسكر مغلق لمدة سنة معنا طبعا الأستاذ حسن عبدالقادر رئيس نادي أسوان أستاذ حسن زاحت رتك مع الكثير دكتور حسن سوريا ناس فالدكتور هل فعلا أنتو هددتوا بعدم إذاعة مباراة الأهلي؟ نحن مش هددنا الحقيقة لو ما حصلناش على مستحقاتنا قلنا مش هتدخل كاميرات الأستاذ لو دا حقنا من نفسنا تحصل على نسابها وإحنا لغاية دلوقتي متأخرا لنا دفعتين عند الـ شوانجز ماجد سامي وكلمنا وخطبناه عن طريق المرسلات يعني ولكن واضح أنه عنده مشاكل أو مشابها الله أعلم أنت حضرتك بقى لك إستين ما خدتش فلوسك من ماجد سامي اللي هو اللي أنت مضيت معاه أنت مضيت مع شركة ودي ديجلة ودي ديجلة آج ودي ديجلة هي اللي تبيع حقوقك للتلفزيون أو لأي حد والله هي اللي بتبيع أنا معرفش بقى بتبيع لمن ولكن أنا معنديش تحقيدي مستندات غير أن أنا متعاقد مع ودي ديجلة طيب أنت المفروض لك إستين الإست الأولاني كام والتاني كام ثلاثة واربعة يا فاندي يعني جملتهم يعني مليون ونص مليون وكام؟ ونص مليون ونص تأخير وطبعا مليون ونص ده يفرم عجمد جدا دي أنا فلت فلت وللأسف يعني حتى مباريات الناجئين اعتذرت عنها وانسحبنا من تقريبا كل مباريات الناجئين النهاردة في القاهرة تم رض شيء لنا كاتبنا للبنك وما فيش رقيب الحياة لوديه الأول مرة واقعة تحصل يعني فأنا خطبته بهذه الأمر يا رشمانس كذا مرة مش ممكن أصد انت حد اتفع بكرة فإدفع النهاردة يعني يعني النهاردة أنا يعني النادي ما كهو شلوش فعلا يعني يعني هنديره ازاي طيب طيب عادي استل 들 حداك سؤال يعني اثارة المشكلة دي اللي تأخر اسطين ولا برضو بتستفيد من جمهورية النادي الآهلي أن برضو لازم يبقى فيه حل عشان هو ما بيربح تقريبا إلا من مباراة الكبيرة الأهل والذالي المبالغ الكبيرة والشركات تعلم هذا شركات الزعاية والإمان والرعاية يقول لك أنا كل مبارياتك ما بكسبش ولولا عبدالله دلوقتي لها اسم كل مبارياتها تتابع الحمد لله يعني بأن اسمه يختلف عن السنلفات صحيح فمباراة الأهل بالنسبة له دي معضلة ولكن احنا كرجالة ورجالة نمنع فعلا وده حقنا الشرعي وحقنا الرسمي ان احنا نمنع الكاميرات ما لما تحصل على فلوكنا الكلام ده مش تحديد ولا شيء كما هو ممكن معلش محترامي يتقال لك يتقال ان التلفزيون دافع مثلا لماجد سامي وان المشكلة مش مع إذاعة المباراة المشكلة ما بينك وما بين ماجد سامي لا 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 حمنة حمنة حضرتك وأنا مستعد للتحقيق على أعلى مستوى فيش حاجة اسمها دافع أنا ما وصلنيه أنا ما وصلنيه الفلوس انتهى الأمر أنا ما ليش دعوة فلان دافع طيب معلش يا وماتش الأهلي مع حضرتك امتى يوم ع 12 مايو 12 مايو يعني احنا بنتكلم في حوالي اسبوعين كده وشوي ايه يا فندي طيب هل معلش يا دكتور يعني حضرتك ممكن يكون مجرد تهديد كده عشان الناس تتحرك ولا على أرض الواقع مليون في المية لو ما اخدتش فلوسك مش هتزيع الماتش وحامنع الكاميرات وأنا للقشاهد المباراة لإني حتكون هكون أحد الناس اللي موجودين على الأبواب حضرتك حضرتك أقسمت بالله أقسمت بالله ما هو تهديد أبدا دفلوتي وانا هلاقي فرصة تاني يعني حضرتك بتقسم بالله ان لو مليون ونص دول ما خدتهمش قبل يوم 12 مايو أو قبل يوم قبل مطش النادي الأهلي لن يوزع مباراة الأسوان والأهلي ايوة طبعا 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 اخير انا فندم واحنا بناخد حاجة طب انا عايز اسألك سؤال انت عندك في 16 يوم كان احد المتصلين من أسوان بيعاتب لجنة المسابقات 16 يوم هتلعب 5 مباراة اه يا فندم احنا من والله انا برضو دي قصة عجيبة يعني انا يوم واحد في الساعة حلعب مع المصري في اسماعيلية وهو مطش بتاع انا مطلوب مني 50 قلت ومطلوب مني مش عارف به داما الارض يعني تأجير الارض والارض ليه في الاسماعيلية طبعا اه يعني انت حضرتك المفروض مطشك فالمفروض المصري يروح لك اسوان بس بسبب ان المصري يلعب كل مطشاته في الاسماعيلية فانت هتضطر تسافر من اسوان عشان تلعب المطشة على ارضك كأنه على ارضك في الاسماعيلية انت بتتحرك من اسوان القاهرة الاسكندرية بالطيارة ولا بالاطر لا لا اسكندرية القاهرة ده اوتوبيس يعني بتطلع من اسوان الاسكندرية اوتوبيس لا 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 افنزل لا انا بقول اسكندرية قاهرة اوتوبيس اه وبعدين باركب بقى اذا كانت مواصل تهران او اوتورة الاسم يوصلني تاني يوم يعني من تسعة ايب عشرة اه طبعا يوم ثمانية ده انتهى لاني حقب عملناك تسعة عشرة من الاستاذ اه مباراة سعة ستة ستة ونصمة على ما يعني اخلص تمام تمام اه مشكرك دكتور حسن عبدالقادر رئيس نادي اه طبعا اسوان اه مش مهددا اقسم بالله ان فلوسه لو ما اخدهاش من شركة وادي دجلة قبل مطش النادي الاهلي لن تزاع مباراة النادي الاهلي على الهواء مباشرة وسيمنع دخول اه عربية التلفزيون وهو نفسه مش هيشاهد المباراة لانه هيكون واقف على البوابة بيمنع اي حد يدخل اه يزيع المباراة وده اقسم بالله وعلى فكرة والسعاي ده ما بيقسمه يعني ما فيش يظهر حد يقولي اي حد تاني بيقسم في ناس بالسوم ثلاثة ايام طبعا القسم بربنا ده حاجة كبيرة جدا فبالتالي يعني ده كلام نهائي بالنسبة لنادي اسوان معنا احمد احمد من المنوفية اتفضل احمد ازاك احمد اتفضل حبيبي اعمل يا كابتن الحمد لله تمام اتفضل اممكن بس اقول حاجة بعد اسنا كابتن ما انت بتتصل عشان تقول اتفضل ماذا يا كابتن اه بقولك علشان فكرة حالب المهالك ربك وطرك ثم الزمالك بصة كابتن اللي لسه بيقولك الدور في الملع الدور الاهل خده الدور لسه في الملع با كابتن هم بيشتته عقل الزمالكوية والجماهير واللعيبة والكلام ده كله يا كابتن برشلونة الاهلي مزيها برشلونة برشلونة خسر ثلاث مباريات وكان الفرق كبير ولسه الدوري في الملعب بين برشلونة وقتلتكو وكان مجري يمكن بس يا احمد عشان خاطر ماتش اسموحة كم من الماتشاط اللي ممكن الاهل يخسر فيها ان قتل النفسكندرية والاهل استطيع ان يفوز اللي بيقرب وطبيعة ومنطقة ان الاهل يكون اقرب لانه فارق 11 نقط يا كابتن ماشي انا معاك بس احنا بنقول ايه احنا بنقول ايه ربنا عرفوه بالعالم حد بيش شافه بس احنا بنقول دلوقتي هم بيشتته فينا والاهل خد الدوري والاهل مش عارف ايه وفي اعلامي كده مع احترام الحضرته بيقعد يقول مش عارف ايه وانت يا كابتن على دماغنا وانت الناس كلها بتحاربك وانت رجل محترم وكل حاجة بس الناس كلها دلوقتي عملت توقع في الزمالك فالزمالك اهوى من اي حد والله الزمالك احلى في ريخ المصر انا لما الزمالك بيخسر انا والله ببقى مش في حالة طبيعية بس احنا دلوقتي لازم نتعلم من الناس اللي برا يعني تمام نقول الدوري نقعد نرغي في كلام والدوري تمام يا احمد تمام يا احمد طبعا الكرة ما فيهاش كبير والكرة ما لهاش طالما لسه فيه اكتر من عشر اسابيع فبالتالي كل شيء وارد في كرة القدم ما فيهش حد يعني ما فيهش حاجة اسمها محسومة لكن احنا بنقول ان الاهل اقرب اه اقرب طبعا والطبيعي ومنطقي لانه فارق فارق كبير مش فارق قليل لكن كرة القدم ما فيهاش مستحيل زي ما بقولوا فيه وكرة القدم بتشهد المعجزات في بعض الاحيان عايزين نقول بس معلومات مهمة جدا عن النادي الزمالك واخبارنا الزمالك بس انا عايزة اقول كلمة بس عشان تعرفوا بس احنا برنامجنا او اخبارنا للأسف بعض المواقع اللي اشخاص فيهم بينتموا للنادي الاهلي وكارهين لخالد الغندور او او اه 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 بعض الاشخاص مش حابين اه 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 ان البرنامج يبقى له صدى بس في نفس الوقت غزبا عنهم غزبا عنهم بياخدوا اخبارنا لان احنا الحمد لله بنعمل فريق العمل المحترم اللي عندنا والمعدين والصحفيين على اعلى مستوى اللي عندهم مصادر قوية جدا بنعرف نجيب اخبار حصرية وبنقولها فتلاقوا ومعيننا انا انا كخالد وفريق العمل بتاعي بنحترم كل المواقع المواقع اصبحت هي الصحف يعني اخدوا بالكم زمان كنا بنقول جمهورية وفد اهرام ما عرفش ايه بنستنى اخبارنا تنزل في الاهرام كلعيبة كورة في الجمهورية في الاخبار في الوفد في كل الجرائد المحترمة اللي كانت موجودة ومازالت هناك جرائد محترمة كثيرة ولكن المواقع اصبحت هي لغة العصر فما ينفعش انت كمواقع انا اسكر اسمك في مواقع كتيرة بنسكر اسمها مواقع زي اليوم السابع بنحترمه جدا مواقع زي مثلا في الجول مواقع زي اللا كورة كورابيا مواقع الاهلي مواقع الزمالك الكبيرة البوابة نيوز مصر اليوم الوطن كل المواقع مش عايزها الوفد البوابة الاهرام الفريق طبعا مواقع الفريق مواقع كبير وجديد ومحترم يعني كل المواقع دي بنحترمها بس ما ينفعش يا جماعة اقول مثلا خبر وخبر حصلي يكون معاها تليفون فيتقال خبر ويتقال من غير يذكر القناة من غير ما يذكر البرنامج ولا اسم المقدم او في بعض الاحيان ما بيذكرهش حاجة خالص تلاقيها بعدها بعدها خبر تاني يذكر اسم الاعلامي واسم القناة واسم البرنامج عشان بعض اللي بيشتغلوا في المواقع دي بيروحوا ضيوف للإعلامي دوت او بيروحوا صحاب المعدين دول او 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 لازم نحترم جهد الناس زي ما احنا بنذكر دائما المواقع اصحاب المصادر لابد ان انتو تحترموا البرنامج اي برنامج الواحد بيقدمه لابد ان انتو تحترموه وتقولوا ايه الاخبار لانا بعد كده هصدر دا للناس هجيب اخبار من المواقع خبر عندنا ونجيبه على الشاشة وخبر اخر لاعلامي اخر واجيبه على الشاشة ونشوف انتو كمواقع بقى منتمين ولا بتلعبوا لعبة اهلي وزمالك ولا بتلعبوا لعبة كر ولا بتلعبوا لعبة ان انا ضيف هنا وما بجيش ضيف هنا لابد بقى ان يكون في معايير لاحترام العمل الاعلامي دي كانت رسالة بحب اقولها اه عايز اقول بس كمان اخبار نادي الزمالك ولازم تعرفوا ان دي اخبار حقيقة المستشار مرتضى منصور عايز يمشي مكلش عايز يمشي مكلش منصور شايف انه بيدفع فلوس كتيرة جدا ومكلش مش مقنع حتى الان اه مش فاهم لعبة الزمالك حتى الان طبيقة ومنطقة انا معايا مدرب وراجل معايا مساعد مدرب جاي من جرمه يالكيني كان بيضرب جرمه يالكيني تمام وعندي جرمه يالكيني فتخليسي اجيب مدير فني جرمه يأجيبه مساعد واقول ده مدرب احمال فيفاجأ ناد الزمالك ان هو جه بيساعد مدرب عام ومحمد صلاح ما بيعملش حاجة جا برضو مغربي من اصول بلجيكية يجي المفروض انه يقعد في المدرجات ويعمل تحليل للاداء ما بيعملش حاجة فالرق مرتضى منصور اجتمع مع اسماعيلي يوسف مع ابحليم علي مع محمد صلاح يعني ما يجتمع مع جهاز المصري بدون المدير فني دي حاجة غريبة برضو ويقال ان ناد الزمالك عامل اجتماع مجلس الدارة دلوقتي ويقال ان في تفكير ان اسماعيلي يوسف هو اللي يكون ليه اختصاصات فنية لغاية نهاية الموسم لغاية نهاية الموسم ومحمد صلاح يكون متواجد بص كل شيء وارد وان مكلش ممكن يمشي مكلش ممكن يمشي بس القصة والحكاية والرواية ان هم بلغوا مكلش ان لازم تمشي المدربين بتوعك مكلش قال لهم ما يفعش ماشيهم هل بيزهقوا الراجل لان فيه 180 الف دولار شرط جزائي ولو احنا بنتكلم على الشروط الجزائية بسم الله ما شاء الله الزمالك السناء دي دفع شروط جزائية اكتر ما دفع راتب للمدربين احنا الزمالك ابتدى لمدير فني فريرا مشي وفيه خناقة مين اللي يدفع الشرط الجزائي لغاية دلوقتي وفريرا احقطر نسك بعد فريرا فكرون يا جماعة محمد صلاح مسك ماتشين تلاتة وبعد كده جيه بيكيتا مسك ماتشين تلاتة وبعد كده جيه ميدو مسك اربع خمس ماتشاط وبعد كده جيه محمد صلاح مسك ماتشين وبعد كده جيه مكلش مسك خمس ست ماتشاط وده غير بقى ده غير عب حليم جوا عب حليم برا اسماعيل جوا اسماعيل يقعد في المدرج اسماعيل يقعد في الدكة اسماعيل يسافر قبل الفرقة اسماعيل يرجع مدير فني كل ده عب حليم يرجع عصام مرعي يمشي عصام مرعي يرجع اشرف اسم موجود احمد عب حليم يرجع حتى على على قطاع الناشئين اتغير ناس كتير اوي رؤساء قطاع حازم امام ييجي حازم امام يمشي فهنا عدم الاستقرار ده والتغيير الدائم ده في بعض الاحيان بيجني ثماره اما يكون السنة اللي فاتت بتغير وفي نفس الوقت عندك لعيبة جعانة كرة عندك 18 لعيب لسه جايين اول مرة في حياته من يشوفه نجومية يلعبوا في نادي في قيمة ونجومية الزمالك عندك لعيبة كانوا بياخدوا مئة الف مئة وخمسين الف دلتموية الف ربعمائة الف خمسمائة الف ستتموية الف اقل واحد الوقت بياخد له مليون ومتين واثنين مليون وثلاثة مليون وثنين مليون وفي السنة فكانوا برضو عايزين جعانين برضو ان هما يستطيعوا ان هما يحصلوا على المادة ويحصلوا على الشهرة ويحصلوا على النجومية فكانوا كلهم في بوطقة مع مدير فني اسمه فريرا بيحبوه علاقتهم بيه كويسة غير طبعا كان فيه مديرين فنيين قبليه يعني قبليه ولكن هو استمر تقريبا دور تاني كله بافريقيا بي 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 فهنا الوضع تغير اللعيبة بقت نجوم اللعيبة خادت فلوس كويس سنة الفاتت اللي ما كانش عنده عربية جامدة بقى عنده عربية اللي ما كانش عنده شقة بقى عنده شقة الوضع تغير الاهتمام بالشكل بقى اكتر من الاهتمام بالتدريبات بالعطاء في الملعب بي 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 تغير غير بقى ان نفسية اللعيبة بعد اللي بيحصل من الضرف في بعض الاحيان بيبقى عليهم ضغوط اكتر ما عليهم ضغوط ان هم يحفظوا على الدولي وعلى الكاس فالموضوع تغير تماما الزمالك عنده بطولتين بييده يخدهم زي كاس مصر زي بطولة افروكيا اللي عندها ابطال الدولي الزمالك كما عشان نكون منطقيين الزمالك غير لعيبة كل اللعيبة محترمة وكويسة انا مقدرش اقول على اي لعيب بوحش او لكن في لعيبة اقنعت وفيه لعيبة لم تقنع فما بنيجي نقول محمد عادل جمعة كان لقيم كويس جدا في المصري واحمد سمير كان بيلعب وبيقدي مع الزمالك رغم ان هو مش باكلفت فقرروا ان يمشوا احمد سمير اعارة ويجيبوا محمد عادل جمعة وشريف علاء شريف علاء لم يقنع مشي ورح بتروجيت احمد عادل جمعة يلعب مطش وحمد اطلعب يلعب عليها خمس ستة مطشات يلعب مطش ويلعب ستة مطشات فاحمد سمير لو كان فضل لو كان فضل مثلا انا بنتكلم ما حدش بيره في الغيب بس هو كان فيه امل ان محمد يكون افضل من احمد سمير لو احمد سمير فضل زي السنة اللي فاتت فاحمد سمير في الحتة دي كان مقنع اكتر محمد عادل جمعة طيب نرجع تاني ليه مثلا احمد حسن مكي محمد سالم تم شراءهم كان مقنعين اكتر مثلا احمد علي احمد عيد عبد الملك احد اهم اسباب فوز الزمالك بالدوري رحيل له انه جير في السن عندك حمد طلبة كبير وبقى كان ممكن احمد عيد يكمل احمد علي عنده بيعرف يجيب جون وما بيلعب في نادي كبير بيعرف يجيب جون وبعد كده كل دول مشوا جبت مايوكا مايوكا لم يقنع بسم مرسي بسم الله ما شاء الله يعني علامي السنة اللي فاتت السنة دي حصلت له مشاكل وخناقات مع رئيس النادي وبعد كده يرجع وبعد كده وبعد كده يعني لو احنا بنقول بسم جاب جونين ثلاثة بسبع نقط يعني بسم واحد صفر واحد صفر مش عارف واحد واحد اه 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 تلات جوان بتقعه بسبع نقط يعني اه فوز اتنين فوز كان هو السبب فيهم ويه تعادل اه اعتقد كان تعادل ايه ودي دجلة ولا كان مين مش فاكر طيب فبالتالي 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 اه 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 بسم مؤثر جدا وجاب جون عالمي ولا احلى ولا اروع واحقاقا السنة دي يعني جوان الدوري حاجة يعني رائعة يعني فيه اهداف حاجة جميع بس المرسي علامي عشور الادهم علامي دونجا جاب جون علامي مؤمن اسمه ده صلاح امين جون علامي رمضان الصبحي جاب جون علامي نتكلم في جوان عمر بركات جاب جون علامي شيكابالا جاب في امبي جون علامي يعني في جوان يا جماعة اه ايفونة في النادي الزمالك جاب جون علامي لا في جوان جميلة جدا 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 هذا الموسم في الدوري العام المصري دي كانت اخبار نادي الزمالك وده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل لكن هل في استقرار في الجهاز لأ هل في اقتناع بمكلش لأ هل مجلس در عايز يمشي اه ايه الحاجة للوحيد يعني مثلا مكلش لو جي سلم دلوقتي على مرتضى منصور وقال له ساخرة يا سات المستشار انا مش عايزش فرط الجزايا هيقول له الله خليك مكلش انا بشكورك جدا وشكرا على المرحلة اللي فاتت وهيمسك جهاز مصري عشان الماني والفلوس ما هو انت بتجيب مدير فني ماسك ااستون فيلا ماسك منتخب سكوتلندا بمبلغ يتجاوز اه منتكلم بقى مع الجهاز الفني مع السكن مع العربية مع التليفونات مع الحاجات دي كلها بتتكلم مثلا في مليون جنيه مليون جنيه في الشهر هل المليون جنيه اللي بيدفعوا هو نفس العطاء اللي بيدي مكلش في الملعب هل حصل تغير في الأداء مكلش عنده مشكلة كبيرة جدا انه هو بيبتدي يغير في الدقيقة حاجة وستين اول تغيير ليه يعني هو صبور جدا جدا وبيبتدي يغير في اول تغيير ليه المطش اللي فات كان كان من اهم اسباب برضو تغير الجماهير على مكلش ورغبتهم في تغييره خصوصا انه لعب بتلاتة وسط مدافع امام حرس الحدود ولم يكن الزمالك مقنعا طيب دي كانت اخبارنا عن نادي الزمالك معانا محمد من القاهرة قالو محمد هشام تفضل يا هشام انا ازاك هشام ازاك هشام تفضل يا حبيب ازا حردك دلوقتي هكا في هشام انت بتتكلم عزمالك على فرية كورة اه فرية اليد فين فرية التلة فين فرية التلة فين يعني معزمالك مش كورة بس يعني فرية نادي كبير طبعا اليد خد بطولة دوري وعنده بكرا نهاية كاس امام الاهلي طيب يعني الزمالك مش كورة بس الزمالك نادي كبير يعني هي مش كورة بس فارجوك تلط الضوء على نادي الزمالك كنادي كنادي محترم راجو النادي ده فيه يد فيه سلة فيه فرية تلطورة طيب طيب يعني النادي النادي الزمالك نادي كبير مش كورة رو ساذ الشامة اه سام طبعا حد قال النادي الزمالكش نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير جدا وعنده العاب اخرى هم ابطال فيها في الدوري زي اليده ولكن ولكن نادي الزمالك هو في النهاية بنسبة 80% هو نادي كورة شعبيته وحب الجمهور للنادي وتعلقه بالنادي والفانيلا البيضة ومخطين حمر ده بيبقى بسبب كورة يعني وبرضو يعني ما احنا بنروح نشجع في السلة ونشجع في اليد هم تمام تمام طيب ما احنا بنسلط الضوء محدش احنا بنقول اخبار عن نادي الزمالك المرحلة دي تمام شكراك يا سيد هشام طيب كان فيه في ماتشين تلعبه في ماتشين تلعبه في الشامبيونز ليج طبعا للأسف الماتش الاولاني كان في نفس توقيت ماتش الزمالك احنا دايما بنحاول ان احنا نتواصل مع الناس ومع الجمهور ماتش الاهلي تلعب الساعة 6 وكان ماتش مهم جدا لجمهور النادي الاهلي مهم جدا لدوري العام فبالتالي كانت نسبة مشاهدته عالية جدا ما جي ماتش الزمالك وخصوصا بعد ما الاهلي كسب يعني مثلا يعني لو الزمالك كسب هيبقى الوضع على ما هو عليه فكانت نسبة مشاهدة ماتش الزمالك كانت اقل بسبب ان الاهلي كسب سموحة وبسبب ان في نفس التوقيت كانت مباراة مان سيتي وريال مدريد والأسف الشارع المصري بتشوفوه في الشاشة انت طبعا في قناة هي بيان سبورتس هي قناة مشفرة فبالتالي مش كل الناس عندها الامكانيات انها تشترك في القناة وفيه على فكرة حاجة غريبة جدا بتحصل فترة دي من بيان سبورتس ان هما بدأوا يبعدوا على قناة النايل سات او تردد النايل سات بقى يروحوا لتردد اخر ويبعدوا واحدة واحدة عن النايل سات نرجع تاني ونقول ان كل كافيهات مصر كان فتحة ماتش مان سيتي وريال مدريد سألت ليه لان المنافسة مش قوية قوي بين الاهلي والزمالك دلوقتي لان الاهلي كان لسه قابلها كسبان سموحة وكان جمهور الزمالك عنده امل ان سموحة يعمل نتيجة سواء بالفوز او بالتعادل كمان لان اصحاب الاهوي بيكسبوا والناس بتقعد عندهم ويدفعوا مشاريب وسندويتشات عشان خاطر وبيفتحوا باب رزق ليهم عشان خاطر دوري ابطال اوروبا عشان كده كان كل كافيهات في مصر في نفس توقيت الماتشين كانت فتحة مان سيتي وريال مدريد طيب نشوف بعض مقتطفات من ماتش مان سيتي وريال مدريد واللي انتهت المباراة فيه بالتعادل السلبي هي مباراة قد تكون بالنسبة لريال مدريد نتيجة كويسة لانها خارج ارضه وبدون جماهيره المباراة دي لم يلعب فيها كريستيانو رونالدو لانه مصاب وعلى فكرة فيه كمان يعني فيه كلام قوي جدا كمان ان كريستيانو رونالدو لن يلعب المباراة قادمة يوم الاربعة يعني بالنسبة تمانين في المية لو لعب هيكون بيلعب وهو مش يعني ما خفش مليون في المية او مية في المية هيكون مصاب وهو بيلعب فممكن يقعد على الدكة ممكن ما يلعبش خالص ممكن يلعب عشان هو كريستيانو رونالدو مش عشان هو سليم طبعا دي حاجة غريبة جدا من بيب بي ضيع هدف غريب دي بروين ده طبعا لعيب البلجيكي لكن مان سيتي هل هو قادر مان سيتي انه يعمل حاجة في مدريد ممكن طبعا يعمل كل حاجة في مدريد مان سيتي عنده لعيبة دي بروين عنده اجويرو عنده يايا توري عنده لعيبة جامدة جدا فالمباراة ما ذالت في الملعب هل ممكن نلاقي يا جماعة في نهاية اوروبا اتلتكو مدريد ومان سيتي الله العظيم ممكن كل شيء ممكن في كرة القدم ممكن نلاقي الاتنين في النهاية ممكن نلاقي اتلتكو وريال مدريد يعني اتنين من اسبانيا ممكن بار ميونيخ مع جارديولا بصراحة يعني جارديولا بيتفلسف زيادة عن اللزوم بيقعد الابا يلعبه سيرتباك ويقعد مولر حاجات بيعمل حاجات غريبة جارديولا ده يعني وعشان كده مشجعي بار مينشن فرحانين جدا ان الراجل ده ماشي ورايح من سيتي والراجل ده عمل حاجة ما حصلتش مع بار ميونيخ قبل كده تلات مرات في الدور قبل النهائي بار ميونيخ يتغلب وتلات مرات متتالية يخسر السوبر الألماني يعني يكون بطل دوري ويخسر من بطل الكاس السوبر الألماني ففي الصحافة الألمانية قلب عليه قلبة الماتش ده طبعا اللعب اللي انتوا شايفين ده لعب عنده 19 سنة 21 سنة اسباني وكان من المفترض ان في بداية الموسم هيطلع اعارة رح طبعا سيميوني خلاق وبقى لعب أساسي ومهم جدا جدا لأتلات كومادريت لعيب واخد الكرة من نص الملع بوسطر إيسا واحد اتنين وراح لامم بتاع لعيب كويس جدا وفي بعيدة في مين بقى في نوير نوير اللي هو أحسن حارس في العالم طبعا هدف هو بيقول ان ده أحلى هدف في مسيرته طبعا هو عنده 21 سنة يعني هو لسه بيبتدي المسيرة بتاعته فيجيب هدف في الدور قبل النهائي في بار مينشن ويفوس به طبعا أتلات كومادريت أنا بشوف ان السيميوني من وجهة نظري محترامي الجميع هو أفضل مدير فني في العالم وعلى فكر النهاردة عيد ميلاده 46 سنة عيد ميلاد سيميوني النهاردة هو موليد 70 46 سنة عيد ميلاد سيميوني يعني بـ 46 سنة يعني شوفوا احنا عندنا حسام حسن عنده 50 سنة هيتم 50 شهر 8 اللي جاي لسه بيقولك الشاب لسه بيقولك بياخد فرصته يعني طريق عشري نفس القصة معرفش مين يعني فهم لسه بيقوله يعني محمد يوسف ما مسك النادي الأهلي وهو عنده 43 قال لك ده صغير قوي ده صغير قوي على النادي الأهلي ده الراجل ده مسك وابتدى يبقى مدرب وهو عنده حاجة وتلاتين جورديولا خد السوداسية هو عنده 37 سنة جورديولا تقريبا موليد 71 او 72 مش فاكرة طيب ده ده كان هدف المباراة الوحيد ودي مباراة وكرة جات في التوريس في العرضة كان ممكن وكرة الألابة في العرضة كان ممكن نتيجة تبقى واحد واحد نتيجة تبقى كويسة كانت ممكن تبقى 2-0 وتسهل المهمة لكن أنا من وجهة نظري قتلتكم مدريد أقرب للوصول للمباراة النهائية رغم من بار منشن على أرضه ما بيهزرش لكن بار منشن على أرضه يعني هو صعد بالعفية الدور قبل النهائي بهدف في ديها حاجة والتسعين بعد ما كان خسران من اليوفي على أرضه 2-0 وتعادل 2-2 في الدقاية الأخيرة من المبرأة وفي الوقت الأضافي من الشوت التاني محمد من البحيرة تفضل يا محمد 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 من بني سويف تفضل يا محمد ألو يا جماعة في إيه صلاح من أسوان تفضل يا صلاح ألو يا جماعة في إيه الهندسة في حاجة في الهندسة في الصوت طيب هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا في الكرة في دريم لسه نفتحيني تليفونات لكل مشاهدي الكرة في دريم الحابين يتواصلوا معنا لسه هنلقي الدوق على الدوري المغربي وترتيب الفرق الدوري التونسي الدوري الجزائري الدوري السوداني لأن في دوريات حسمت يعني الإمارات خلاص أهلي دبي في طريقه للفوز الدوري السعودي خلاص حسم بالنسبة ل محمد عبدالشافي نجمينة وأهلي جدة السعودي بعد 32 سنة بيفوز بالدوري يعني قبل ما عبدالشافي تولد كان آخر دوري أهلي جدة خدوا دوري عبداللطيف جميل السعودي وعندنا كمان يعني حاجات مهمة جدا هنتكلم فيها ولكن بعد الفاصل يلا بنا مرة أخرى مارتن يول قرر أنه في مباراة حرس الحدود في كأس مصر هيعتمد على الفرق الأساسية وحقاقها للحق مارتن يول ثبت التشكيل يعني أي حد يقول لك أهلا هيلعب مين بكرة يقول لك شريف إكرامي صبر رحيل حجازي وروم ربيعة أحمد فتحي طب مين في نص الملعب حسام عشور وحسام غالي طب مين قدامهم متقلق طبعا عبدالله السعيد رمضان صبحي لو بيبقى سليم أو أو معندوش انذارات أو معندوش طرد بيلعب رمضان صبحي مؤمن زاكرية موجود وليد سليمان هو البديل لرمضان صبحي في عدم وجوده الرأس حربة إيفونا هو الأساسي بس إيفونا بقت شوية مستوى بقى عمر جمال هو الأساسي فبالتالي بقت كل حاجة معروفة بالنسبة النادي الآلي إما بيغيب مثلا حسام عشور الإصابة أو الإنذار بيبقى أحمد فتحي في نص الملعب ومحمد هاني بيجي يلعب باكرايت مثلا أحمد حجازي هيغيب بسبب الإنذار التالت هو صبر رحيل بيبقى معروف البديل حسين السيد وسعد سمير خلاص يعني بقت الوضع معروف في النادي الآلي وإثبات التشكيل والفوز والانتصار بيجيب انتصار وتصدر الدوري بيجيب اطمئنان وبيجيب عدم وجود مشاكل داخل الفريق وبالتالي بتبقى اللعيبة كلها مبسوطة وفرحانة وعايزة تستعيد بطولة الدوري العام حجازي وصبر رحيل خدوا تلت يام راحة كان من المفترض ان التمرين هيبقى الساعة أربعة بكرة وبعد كده يتوجهوا لمعسكر مغلق لكن عشان المطش في القاهرة لكن بعد نقل المباراة لستاد السويس قرر مارتن يول ان التمرين يكون صباحا وبعد كده هيسفروا ويخشوا معسكر في استاد السويس استعدادا لمباراة حرس الحدود اللي هتشهد تغييرات غياب رمضان صبحي غياب صبر رحيل غياب أحمد حجازي للايقاف في ظل وجود مكانهم حسين السيد وسعد السمير طبعا ووليد سليمان مارتن يول طلب حارس مرمة مكان مصعد عوض زهير ايصر ولاعب وسط مدافع يعني دايما بقول لكم طالما طلب زهير ايصر يبقى فيه كلام على بقاء أو رحيل حسين السيد طالما طلب حارس مرمة يبقى فيه كلام على رحيل مصعد عوض هو الأقرب للرحيل كمان كمان وسط مدافع رغم النادي اهلي جاب عمر السلية ما زال برضو عنده مشكلة في الحتة دي عايز واحد زي حسام عشور كده فكلام قوي جدا على دونجا دونجا لاعب مصر المقصة انه هو يجي ده الفترة اللي جاية زي ما قلت لكم الأقرب للرحيل جون أنتوي احمد الشيخ هنشوف هل هيستمر هل ممكن طالما مارتن ليون قاعد يا جماعة بصوا دايما المدير الفني ما يكون جه وعمل قناعات وشايفين ان هو ما بيدربش يعني جون أنتوي من أيام بيسيرو ما بيلعبش ونفس القصة مع احمد الشيخ اما جه زيزو لعب شوية مع زيزو جون أنتوي وبعد كده قاعد وبعد كده اما جه مارتن يول جون أنتوي ملعبش واحمد الشيخ ما بيلعبش ملعبش غير فماتش في كاس مصر أمام دايروت وجاب جنين وتقلق ولكن برضو بعديها ما لعبوش خالص فمن الواضح ان الرجل مش مقتنع بأداءه في التدريبات أو مش مقنع أو شاف ان فيه ناس بتتمرأ نحسن منه أو المكان بتاعه هو نمرة ثلاثة عنده فده بيفتح الباب لإلا للرحيل لاني عايز اجلب لعيب أفضل بالنسبة لي ويكون مقنع وعطي انطباع مهم جدا عن مين سيرحل السنة الجاية عن نادي الأهلي ليه لأن مارتين يول عقده سنة ونص يعني مارتين يول ما زال باقي الموسم الجديد فقناعات المدير الفني اللي هو موجودة دلوقتي وبنشوفها قدام عينينا هي هتكون قناعاته السنة الجاية خصوصا لما باب يتفتح قدامه يبقى عنده فرصة لجلب لعبين جدد ورحيل لعبين هو بالنسبة له غير مقنعين فده اللي بقول لكم الباب يتفتح أمام أكثر من لعب للرحيل قد يبقى البعض فيهم وقد يرحل بنتكلم على حسين السيد بنتكلم على محمد نجيب بنتكلم على باسم علي بنتكلم على أحمد الشيخ بنتكلم على جون أنطوي بنتكلم عن نجم الكبير جدا 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 عماد متعب اللي رحيله أو اعتزاله بقى قبقى وسينا أو أدنى الموسم الجديد عماد متعب شئنا أم أبينا شاء البعض أم أبي لعيب كبير جدا أعطى النادي الأهلي الكثير جدا 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 لكن مع نهاية الموسم هيكون فيه قرار مصيري لأماد متعب هل النادي الأهلي هيعرض عليه البقاء سنة تانية هل هو هيبقى عنده الدافع للبقاء خصوصا في ظل وجود مارتنيول وظل وجود رؤوس الحربة اللي موجودة وظل لو جون أنطوي ميشي ممكن رأس حربة جديد ييجي فيه كلام على بروان محسن الله أعلم أنه ييجي الموسم الجديد فهل ممكن يقعد سنة كمان ويكون على دكة البدلاء ولا يشارك هنشوف الفترة اللي جاية إيه اللي ممكن يحصل لكن في نفس الوقت نادي الزمالك عنده برضو كلام قوي جدا على رحيل لعيبة ونبقى لكم زي مثلا إبراهيم عبدالخالق زي محمد سالم زي أحمد حسن مكي محمد عد الجمعة أحمد الحمودي ممكن جدا لا يبقى كلام مهم جدا بس ده مرتبط بقى بإيه ده دول ممكن مصيرهم يتغير ليه؟ لأن نادي الزمالك مصير اللي عيبة دي ممكن مدير فني جديد ييجي وهو ده اللي هيحصل يعني ما كلش من وجهة ناظري مش هيكمل السنة الجاية ده ممكن مش هيكمل السنة دي كمان فبالتالي مدير الفني الجديد سواء بقى حسام حسن بعد نهاية موسم على حد علمي النادي الزمالك عنده رغبة في حسام حسن بس حسام حسن بيحترم النادي المصري والزمالك بيحترم المصري فشايفين إن حسام حسن ممكن يكمل لغاية نهاية الموسم في النادي المصري وفيه خبر آخر مهم جدا ابتدى يطرح الساحة كابتن حسن شحاتة إنه يعود مرة أخرى لتدريب نادي الزمالك وابتدى فيه قنوات تفتح لعودته لأنه من المدربين اللي بيعرف يتعامل نفسيا كويس قوي مع اللعيبة مع اللعيبة ولعيبة كتير جدا ابتدى حابة تيجي نادي الزمالك حبا في الزمالك وحبا أيضا في حسن شحاتة الباب مفتوح أمام حسن شحاتة وصعوبة حسام حسن هي صعوبة العلاقة ما بين المصري وحسام حسن والزمالك والمصري لأن جمهور المصري اللي عملوا حسام حسن السنة دي مع هذا الفريق بأقل الإمكانيات بيجعل جمهور المصري متعلق جدا وأي حد هياخد حسام حسن هياخد منه حسام حسن هيكون الجمهور المصري زعلان منه جدا طيب معنا تليفونات قبل ما نروح للتليفونات عندنا خبر هو الأهم في الكرة العربية وهو الأكثر إثارة وهو حصول لاعب عربي مسلم وأنا على فكرة ما تجيش للعنصرية مسلم ومسيحي بس أنا بتكلم أن في لندن وفي أقوى دوري في العالم ولاعب مسلم متعارفين العنصرية موجودة بين السود والبيت بين المسلم والمسيحي موجودة في كل حتة في العالم بسبب كوردو الأحداث الإرهابية اللي بتحصل في الشرق الأوسط ومنطقة العربية واللي حصلت في فرنسا واللي حصلت في بلجيكا بيبقى في بعض العداء للمسلمين لأن هؤلاء الإرهابيين بيحسبوا على المسلمين ولكن الإسلام بريء من هؤلاء فبالتالي لعب عربي مسلم يحصل على أفضل لعب في أقوى دوري في العالم وعلى مين بقى على أجويرو على يا ياتوري اللي هو واخد السنادي يا ياتوري اللي هو واخد بقاله أربع سنين أفضل لعب في أفريقيا وكمان على مين على أزيل على سانشز أكلمكم على مين وعلى مين على لعبة فطاحل في كرة القدم لعبة ليفربول والأرسنل ومانسيتي ومانشستر يونايتد تعالوا نروحنا استمتع بديئتين ونص لنجمنا أنا بعتبره نجمنا هو نجم الجزائر بس هو نجم للعرب لأنه ده أول لعب في تاريخ البريمير ليج لعب عربي أفريقي مسلم يحصل على أفضل لاعب في البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم ألف مبروك للعرب وألف مبروك للجزائر ومشجعي ومحبي كرة القدم في الجزائر لعبوك للعرب 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 موسيقى 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 طبعا الف مليون مبروك مرة اولة وتانية وتالتة يعني احنا محمد صلاح بيتقلق او انني بيبقى سعاداء جدا ان هما بيلعبوا بس في الارسنال او سعاداء جدا ان محمد صلاح لعب في تشيلسي او سعاداء جدا انه بيتقلق في روما لكن ان ما تكون كمان بقى مش بتلعب ده انت تلعب في ليستر سيتي اللي هو فرقة كانت من سنتين في الشامبيونشيب دوري درجة تانية ومع ليستر سيتي تاخد دوري وتكون خامس او سادس هدافي الدوري الانجليزي ومن اكتر لعيبة اللي عملت اسست تقريبا 11 باصة بهدف واعتقد 17 هدف جايبه ولا حاجة زي كده محرز حاجة 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 لا منطقية وتاخد احسن لعب في الدوري الانجليزي كله يعني ما تكونش حتى بتلعب في نادي كبير لانت بتاخد احسن لعب في الدوري كله فحاجة فخر لنا كلنا كعربي يعني طيب معنا تليفونات طيب حاولوا بقى تفتحوا التليفونات ولكن تعالوا نروح للتوب 10 احلى هدف هذا الاسبوع في الدوريات الكبرى وفي اي حتة في العالم بنجيب لكم دايما احلى 10 اهداف نروح نتفرج على الاهداف ونفتح تليفونات لكل مشاهدي الكرة في الدريج يلا احلى شكرا لكم اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 فيها في السنة ما بين عشر او اتناشر دورة بيجي فيها حوالي سبعمائة او سبعمائة دارس في السنة في التلات سنين دون من ساعة ما مست رئيس مجلس الدارة الدكتور خالد حمودة في التلات سنين دون ما تعملش اكتر من خمس او ست دورات ايه حاولي من ايه ما استمع ليش دكتور خالد حمودة رئيس تحاد كورتلياد حضرتك ايه ايه حضرتك اتفصلت ليه والله ايه كلها حاجات ساعة صوفية يعني تقال انا مسلا في التحقيق ايه تحقيق ما اخدش خمس ازاي ان انا اه من الزل سوا من على الفيسبوك ان انا بشتغل في مكان تاني ومنضم لنقابة مستقلة طبعا هو ما عندوش اي ازباد بحاجة ازاي كده والموضوع ده يعني عاية تماما من الصحة ايه المشكلة بس ان احنا من فترة طويلة قدمنا مذكرة لدكتور خالد والرئيس اللجنة الانمبية ان فيه فساد في المكان والكلام ده موصق بورها فيه شهادات مزورة في الاكاديمية وفيه تحولات بنكية طب حضرتك لم تتوجه ليه الوزير الشباب والرياضة والله روحنا ما اقول لحضارك على حاجة روحنا للوزارة في شهر واحد وفي شهر اثنين ومعايا نسختين من الشكوى استلامتها مكتب الوزير استلاموات مكتب الوزير شكوى تيم روحنا حوالي عشر موظفين بسبب ان حوالي من ستة شهر تم خاصم اكتر من ثلث المراثبات لجميع الموظفين بدون اي واجه حق حراريك تخيل ثلث المراثب من الموظفين اكتر من ثمنمائة او تسعمائة جنيه من المراثب كله فبقى الناس كلها راح تشتفت للوزارة وروحنا اللجنة الانمبية وروحنا القوى العاملة للأسف مفيش اي رد فعل فبعد ما طبعا رحنا اكتر من مكان بدأ الدكتور خالد يعمل واقف عن العمل للناس ويبدأ اضغط على الناس وفي ناس قدمت اجازات خوفا من البطش بهم وفي اربع موظفين حاليا من قوة خمستاشر موظف الاكاديمية اتوقف عن عمل وعيكات فصله تمام شكرك سيد شريف اعتقد الرسالة وصلت مش عارف الدكتور خالد حمودة في كورت اليد بالذات بقى يعني في بعض الحيان بقى مؤذي جدا 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 مع اي حد يختلف معاه مش عارف ليه طيب يعني حتى مطش الزمالك والاهلي في كورت اليد الاخير ده اختلف مع مدير امن شمال سينة وتم تأجيل المباراة اسبوع وتلعب المركز الثالث والرابع لأول مرة ولم تسلم الميداليات بسبب ان هو اجله البكرة وهتتلعب في الاسماعيلية نهائي كاس اليد مع انا منصور مجيزة تفضل يا منصور اه كنت خاني ازاي حضرتك الحمد لله تمام تفضل كنت خاني ده انا معنش هلجعك وره شوية في مقطة كده كنت حلقك كده عملت حلقة عن تعصي بريوديو وجبت محمد نصر على تليفون تمام؟ من فترة كده بتاكي الحلقة دي تعصي بريودي؟ جبت محمد نصر المخرج على تليفون كنت اعمل حلقة عن تعصي بريوديو بتاعه اني شغلت اهلية ومكلام ده جبت محمد نصر محمد نصر قال لك لا انا طبعا مدامل الاهلي بس الشغلي مش عارف يو كده انا شغلت نفس المجال بتاعبك على الاسبعية اه نفس المجال ايه تمامك الاهلي والزمالك كان محمد نصر المخرج الزمالك هو داخل يسلم على الولادي لكن الاهلي حقيته مع الشخص يستلموا عريضة الزمالك هو داخل مفتحش بتاع صوت خالص تمام؟ اوما الاهلي داخل راح فاتح للعائلة وانا افهم الكلام ده في قوي اللي هو الشنل التانية احفتحها للآآ بتاع وزهر البقر هي طوي هي والكلام ده ده اللي كان بيعملو لما كان بياخر المنشاة في التليفزيون لما الاهلي بيجيب لونك بيعمليه بيجيب لونك بيعمليه الموضوع ده انا متأكد منه تماما حضرتك اما عيش يا سيد المنصور حضرتك شغال ايه؟ انا شغل فيما يعني شغلت بجال قريب منكو جدا تمام بس انا بس حبيت اوضح لك بس لقطة ان انا محمد نصر على بس شخصين قصير حاولوا التحية زمان كده كان الله يرحمه الله بس انا الزمر كمسك برامج رياضية وحاولوا التحية فترة بسبب برضو حاجات من قدر قبيل يعني بس في نوعه تانية بقى حضرتك انا بس معلش ناسي فضر عندي بنتي بتلعب 16 سنة بولي نادي الشيخ زيد وزمالك طلبها وروحت الناس عايزينها بس مشيات طاعة فلوس فانا طبعا بنتي ايدة في الشيخ زيد وانا في معاناة ان انا مش عارفها امشيها مشي بزيد انا عندي بنت ثانية يعني البنتي في بليميكر وزمالك عايزها بس انا منا اتمعش يعني بداش يجب اتمعش بس عيف يعني احترامل الناس يعني لو تدت شفلي مشكلتي بعد طب سيب تليفون حضرتك يعني انت عايزة ودي بنتك الزمالك ومش عارفت مش عايزين يسيبوها يعني لأ ام زمالك عايزينها يروح وتتمرر مع الزمالك يعني هو انا مش بقولك كلفتها تختبر اه بس الشيخ زيد مش عايزين يسيبوها يعني الشيخ زيد مش عايزين يسيبوها وانا يعني انت ثم قصدي يعني اه انا كنت عايز حد قالوا لي لا مجلس الادارة الكابتن بتاعها بسيخ زيد قال لها قالت كلام مع مجلس الادارة مش معينة انا طبعا مش عارف بشكرك يا عزيز منصور بس هو طبعا منطقه طبيعي لازم تباع الاول من النادي اللي هي بتلعب فيه لو الزمالك عايزة يدفع فلوس فيها لو حايب بيعني يدفع فلوس فيها او لازم يكون فيه مقابل بادي لانتقالها على ما اعتقد معرفش ان نظام كرة الطايرة في الناشئين عامل ازاي يعني طيب معانا من تاني عرفان بالجيزة تفضل عرفان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا رئيس مركز شباب عايز بتمكور بالجيزة بتمكور بالجيزة تفضل افتتح المركز السنة اللي فاتت في 2015 فعاد الجيزة وما كانش فيه مرافق والوزير والمحافظ وعدون اللي دخلوا للمرافق المية والنور ماشي وانا بقالي السنة بجري على اخي عشان ادخل المية والنور مش عارف ادخل ولا نور ولا مية قالولي اجيب رخصة رحت المحافظة اجيب الرخصة جريت في وراء الرخصة جريت في وراء الرخصة لمدة سنة وبعد ما خلص وراء كلها قال لي لا ده ده المركز مخالف مبني في منطقة مش سبعة تنظيم ماشي يقولوا طب انا بنيتوا فيهم واحد تانا بنا في سنة طب معلش عايزة عاديك السؤال هو حضرينك اللي بيقول مبنى مخالف هو مين اللي فتح المركز المحافظ والوزير يعني المحافظ والوزير جمح حضر وفتتاح المركز؟ اه وصور وموجودهم وكلهم وحضر يعني هم حضروا فتتاح المركز يعني وزير مصر ومحافظ الجيزة اللي اتنين حضروا المركز وبقى كيف في الاخر اتقالك ده المركز مخالف؟ موجود في مكان مخالف طب وهو يعني الوزير وهو جاي ومحافظ الجيزة مكانش عارفين ان هو موجود في مكان مخالف؟ وفتح مجر مرافق حضرتك؟ طب عايز اعرف ان الوزير جاءوا المحافظ جوم الصبح بقى ولا ايه عشان مفيش نور ولا ايه؟ مفيش ولا نور ولا مية طب وزاي بيتم افتتاح شيء وهو اساسا لسه المرافق ما دخلتهش قالولي خليل تمانية واربعين ساعة ندخلك المرافق بقى 학ل سانة الوقت ما دخلته تمانية واربعين ساعة ندخلك المرافق وفيش حاجة دخلت؟ مفيش حاجة دخلت ماشي؟ وحضرتك انا جريت بالورق بقى اللي سانة بجري وطلحت رخصة ومش عايزين ومش عايزين طلعونه الرخصة انت المنطقة اللي انت فيها في الجيزة دي فيها كم واحد شاب بيلعب كورة أوه؟ انا عندي خمسين الف نسمة انا عندي خمسين بلد اللي انه فيها فيها خمسين الف نسمة ومساحة المركز قدي? 3 بلد جرد بعض مساحة المركز قدي؟ وعربك بخت алبم وعرفو وعدة البتباشي بقولك مساحة المركز قدي؟ مساحة المركز اه فيه ملعب اه عماسي ماشي ومبنى اف متر الف يه اف متر بس اه بما هو ما ب Rimètres شي مرعب عماسي والمبنى حذرتك معمول متكلف 2 مليون ونص على حساب الدولة وفيها جهزة يان هراب ياض يعني الدولة كلفتها 2 مليون ونص والوزير والمحافظ جنب فتحوا المركز وبعد كده قالولك 48 ساعة ندخل نور والمية مفيش ولا نور ولا مية وتقالك بعد سنة ما طلعت رخصة ان ده مخالف يعني الدولة دفعت 2 مليون ونص والدولة بتقولك ده مخالف والدولة مش عايزة تدخل لك مية والوزير والمحافظ جنب فتحوا المركز بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله حاجة حاجة رائعة يعني ربنا يزيد ويبارك بقى قالي سنة الوقتي بجري على اكري ومش عاديل دخلوه بشكرك وعتقد وزير الشباب والرياضة المهانس خدب عزيز يعني مش معقولة بش مهانس حضرتك تفتتح مركز مش عارف حضرتك بقى اللي كنت موجود من سنة ما هو اللي حضرتك كنت موجود اكيد والمحافظ اعتقد اللي هو وزير النقل الحالي محافظ الجيزة لها كان محافظ القاهرة ولا الجيزة مش فاكرة قاهرة اه محافظ الجيزة معرفش اعتقد تم تغييره برضو معرفش اللي هو كمال ادالي كان قبل مش عارف بس هو مش معقولة جماعة الوزير والمحافظ يفتحوا مركز ويكلفوا 2 مليون ونص ويقولك المياه ونور طبعا من الوزير والمحافظ يقولك مياه ونور هيخشوا بقى يخشوا غيره 48 ساعة سنة وبعد كده يطلع ان المكان موجود في حتة مخالفة والقصة كلها 1000 متر ده فيه ناس سكنة في فيلل اكتر من 1000 متر 1000 متر ده عشان يساع خمسين 1000 نسمة ولا جديد بندفع فلوس في الارض يعني مش عارف معانا جمال مش شرقية تفضل يا جمال اهلا صحيح عليكم عليكم السلام تفضل يا جمال كمال يا فندا مش كمال كمال تفضل يا كمال تفضل يا حبيبي انا انت على الهول وعليكم زكا كبت خلد الحمد لله تمام تفضل حضرتك طبعا انا باختار الهدف رقم 3 3 احلى هدف ده هو ده افضل هدف تماما كمال فيه بس سؤال لكابتن لو سمحت انا اعسى لحضرتك بس هو كابتن تامر والفقر الرئيسية اللي كانت بيتيجا على قناة دريم من مدة دي يعني ان شاء الله حد رجعتنا التامر بدوي ايو افن تامر اه هو تامر بيطلع معايا في قناة اخرى بس ان شاء الله بإذن الله يعني هيطلع معايا بيطلع معايا ساعات هنا في ان شاء الله ما يكون على نهاية الشامبيونز ديك هيكون طالع معايا ان شاء الله بإذن الله تتوقع مين يا كمال اللي يوصل للموران النهائية نعم تتوقع ريال مدريد ولا مان سيتي ولا أتليتكو بايرن مين اللي هيوصل لا حتوقع ان شاء الله الريال والبايرن ان شاء الله في النهاية الريال والبايرن واللي ياخد النهاية ان شاء الله الريال بايرن تمام شكرك حبيب شكرك طبعا هو التوقع الطبيعي ان الريال والبايرن هو اللي يوصل ده الجون اللي اختاره ده احلى هدف اللي كمال اختاره الهدف التالت في الدوري الروسي معنا مين عتليفون نروح معنا حد جماعة عتليفون طيب تعالي نروح الدوريات كده سريعا ونفتح نرجع نفتح التليفونات الدوري معنا اول حاجة الدوري المغربي يلا الدوري المغربي الرجاء اتغلب من الدفاع الحسني الجديد اللي كان بيدربه كابتن حسن شحاته وكابتن طارق مصطفى واحد صفر طبعا ويه الكوكب المراقشي بسبب فوزه على الوداد واحد صفر خلى الفتح الرباطي بقى متصدر الدوري المغربي فتح الرباطي بقى متصدر الدوري المغربي بعد ما الوداد اللي هو خرج مازمبي وكسب مازمبي في مغرب اتنين صفر وتعادل واحد واحد في مازمبي بطل افريقيا اتغلب واحد صفر بقى الفتح الرباطي اتنين واربعين نقطة الوداد البيضاوي واحد واربعين نقطة الرجاء بعد ما اتغلب بقى اربعين نقطة والتحاد طنجة اربعين نقطة يعني الدوري في المغرب مولع الاول والتاني والتالت والرابع فرق ما بينهم نقطتين بس يعني اربع فرق بتنافس على بطولة الدوري يا سلام لو كنا لايقين السنة دي كده في النهاية اربع فرق بنفس وكده فرق منهم نقطتين ونقطة نروح للدوري التونسي طبعا كلنا عارفين الفرق التونسية وبنهتم بيها ولعبنا معها كتير جدا الترجي كسب البنزيرتي التونسي اتنين صفر الترجي بيحاول يستعيد بريقه مرة اخرى ترجي من خمس سنين غير الترجي السنة اللي فاتت غير الترجي السنة دي الوضع بيتغير نوعا ما للافضل بس السنة اللي فاتت كتأسوأ سنة بالنسبة للنادي الترجي السنة اللي فاتت واللي قابليها النجم السحلي اللي هو يعتبر اقوى فريق دلوقتي في تونس كسب الملعب التونسي اربعة واحد رغم النجم السحلي بعد ما عمل المباراة كبيرة ادام انيمبة تلاتة صفر اتغلب برا تلاتة صفر كسب خسر بضربات الجزاء الترجيحية النجم السحلي رغم فوزه على الملعب التونسي ولكن مازال الصفاقسي التونسي بيتصدر الدوري التونسي بواحد وستين نقطة اما النجم السحلي في المركز التاني تسعة وخمسين نقطة والترجي الرياضي تمانية وخمسين نقطة اذا فيه منافسة شرسة جدا ما بين النجم السحلي الصفاقسي واحد وستين ان السحلي النجم التسعة وخمسين الترجي الرياضي تمانية وخمسين اما بطل الدوري الموسم الماضي الافريقي فيه بيبتعد في المراكز الاخيرة او يعني في نص الجدول تقريبا نروح للدوري الجزائري وهي مباراة كانت مصيرية لحسم بطولة الدوري الدوري في الجزائر محسوم السنة دي اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة الجزائري هو يعني هياخد الدوري ولكن المباراة دي لو كان فاز على مولدية الجزائر كان يعني اعلن اعلن رسميا فوزه بالدوري الجزائري اتحاد العاصمة الغريب الاتحاد العاصمة تقدم بهدفين على نادي مولدية الجزائر ولكن نادي مولدية الجزائر في الاوقات في اخر ربع ساعة استطاع انه يعود للمبرامر اخر دي مبرات وفاق السطيف اللي انتوا شايفينها والتحاد حراش استطاع اتحاد حراش انه يفوز على وفاق السطيف واحد سفر وعلى فكرة وفاق السطيف فريق وصل فريق وفاق السطيف وصل لطبعا دوري المجموعات وهو على رأس مجموعة هو والنادي الاهلي اتحاد العاصمة عنده 52 نقطة اتحاد العاصمة جزائر 52 نقطة شبيبة الساورة 41 ودفاع تاجانات اسامي جديدة اسمعناش عن 40 نقطة شباب رياض بولوزداد 39 ومولدية بجاية بقى في المركز الخامس ولكن يعني من التاني للرابع كلهم مرابين من بعض كل حاجة ممكن تتغير في ثانية نروح للدوري السوداني هو اخر دوري معنا النهاردة خصوصا بعد رحيل طارق العاشري عن فريق الهلال السوداني الهلال كسب اهل عطبرة اتنين واحد خارج ارضه والخرطوم الوطني والمريخ التعادل السلبي كده الترتيب الهلال في المركز الاول في الدوري السوداني والمريخ في المركز التاني وطبيعي ومنطقي هو مرة الهلال ياخد الدوري مرة المريخ مرة المريخ ياخد الكاس مرة الهلال ياخد الكاس فيش اي فريق في تونس غير الهلال والمريخ بياخد دوري وكاس بياخد دوري وكاس الا مثلا ساعات الخرطوم ولا حاجة ولكن في النهاية دائما منافسة جزي الاهلي والزمال كده الخرطوم الوطني في المركز التالت في الدوري السوداني طيب عايزين نقول خبر برضو مهم النادي الاهلي بيدور على باكليفت كان فيه كلام على علي معلول فيه لعب اسمه عبدالله جابر هو لعب فريق هلال القدس فلسطيني الجنسية فيه كلام ان مارتن يول يعني بيبحث عن يعني مساعد لصبر رحيل او لعب ممكن يلعب حتى على صبر رحيل فبالتالي بيفكروا في هذا اللعب عنده 23 سنة عنده فيه سيديهات للعب الفلسطيني موجودة فيه طبعا النادي الاهلي للتفكير فيه لعب عبدالله جابر خصوصا ان عبدالله جابر اللعب الفلسطيني ما بيتعاملش في مصر انه اجنبي يعني انت ممكن تجيب هما ثلاث اجانب مسموح لك بيهم ومعاك لو لعب فلسطيني بيعتبر لعب مصري بيعتبر لعب مصري طيب معانا اسامة دابس النقد رياضي عزين نعرف بس مباراة كان مفروض النهاردة فيه مباراة دور قبل النهائي لكأس مصر للقرى الطائرة كانت مباراة من الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك وتم تأجيلها تقريبا 48 ساعة ولا 24 ساعة نتأكد من اسامة دابس زكا يا اسامة تمام ايه اللي حصل يا اسامة كانت نوع كامل مفرد طبعا من مباراة النهاردة زي نجازة المعمول بعد احداث الاولترا في مباراة مباراة في الزمالك واسموحة كان المفترض بالمباراة النهاردة لكن حصل اجتماع طارق بجلس من السابقات باتحاد الكرة الطائرة والاكتماع مجلس من السابقات وتم الاستقرار على نقل المباراة الى حقيق القنص شويس معلية ده كان صالة اتنين المباراة الاولى يكون بين الجيش والطيران الساعة خمسة مباراة تانية بين الزمالك والاهلي الساعة سبعة الاتنين الجمعة والسبت راحة ما فيش راحة اه 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 اعتماد فوز الزمالك على على سموحة في المباراة اللي انتهت اه اهestyle او تم الغاءها بعد انتهاء شروقين فقط اه بتقدم اليد الزمالك خمسة وعشرين اتن وعشرين خمسة وعشرين اتن وعشرين احداث الالترات طبعا اه حضرتك عارف القصة والساد الجمهور الغافي عارف الموضوع وقل له ان المباراة انتهت اعتمرت من رضا نتيجة بخوز الزمالك على او ان شاء الله بكرة المفروض بكرة على حد ان المباراة بكرة الاولى اللي تشوق تلال زمالك لحضاك ساعة خمسة والاهل وزمالك ساعة سبعة. المشكلة ان الزمالك موطلب على صالة رقم اتنين. صالة الزائصية او صالة واحد مشغولة بمباراة اليد بكرة الساعة اتنين اللي هو نهاي كاس مصر. نهاي كاس مصر من الاهل وزمالك وكمان مشغولة بالجولة الجولة الاخيرة في الا اه جولة قبل الاخيرة في اه دور السوبر السل. عشان كده عملوها الصالة اتنين. يعني اه يعني هاي قناة سويس هتستقبل كل المتشاط. سلة ويد وطايرة وكل. تمام. بذاتي وزارة قناة رياضة هي دلوقتي الصالة اللي هي الصالة الرسمية في كل المسابقات يا كاب. سواء طايرة على سلة او يد. كل ما يلاقي حد في ازمة. بتروح نادي بزرع حقيقة قناة سويس بالسماعين ليا. زي ما حضرتك اه عشان التأمينها اسهل شوية. يعني التأمين المباراة اسهل الصالات اسهل. بجدا اقتحمها من كوى. طيب يعني معنا بكرة كده ان احنا عندنا مطشين بكرة بين الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي. وفي نفس الصالة واحد الساعة اتنين الضهر نهاي كأس مصري في كرة اليد. مش في نفس الصالة. واحد في صالة واحد. ايوة ايوة يعني يعني في قناة السويس. اه في نفس المكان. والمطش التاني الساعة سبعة بين الاهلي والزمالك في دور قبل النهاي لكأس مصري لكرة طائرة. صالة واحد برضو عليها مباراة عليها برضو الجولة قبل اخيرا صبر الساعة. دو محتمال كبير جدا يتم حاسم. الدوري للنادي الاهلي بكرة. لو فاز على اه سبورتنج. تماما. هيحسم اه فوز النادي الاهلي بقرط الدوري لكرت الساعة. لكرت الساعة. يعني. كده الالعاب التلاتة تقريبا اتقسمت ما بين. الزمالك خد بطل الدوري في كرت اليد. الاهلي اخد بطل الدوري في كرت الساعة هو الاقرب. وطلائع الجيش خد بطل الدوري في الكرة التائرة. هو هو الاقرب ايضا لحصوله على كاس مصر لانه بيلاقي لحد كبير اه لان طلع الجيش ممكن يحافظ على دوري وكاس السنادي في الكرة الطائرة خصوصا ان هو عنده افضل لعيبة في مصر اللي كان بيلعبه في النادي الاهلي احمد صلاح احسن ضرب في افريقيا وايضا عبدالله عبدالسلام افضل صنع العاب في افريقيا كمان في كاس عالم واخد احسن ضرب في العالم كمان احمد صلاح يعني بالزبط شكرك اوسامة دعبس طبعا الناقد الرياضي بالبوابة نيوز اطلعنا على الالعاب الاخرى واكيد احنا كلنا بنهتم بالالعاب الاخرى طيب معانا كامعة تلفونات تعالوا نروح كده لبعض الناس معانا احمد عز الناقد الرياضي في الموقع تلتمائة وستين ازاك ابو حميد الخير ازاك كابتل ازا اخبارك ايه? الحمد لله تمام. كله تمام اخبار قولينا ايه الاخر اخبار في دورة عبطال اوروبا? والله ايه الجولة خلصة امبارح طبعا بالمارش الكبير اللي شفنا بامبارم يونس الماني اه. واستيجو مدريد. طبعا المارش لسه ما تحتمش طبعا يعني بالرغم من الفريق الاسباني جسب. المارش لسه ما تحتمش فيه جولة تانية في الاليانز ارينا. بالنسبة كبيرة الفريق الالماني هي غير. هي غير كل اللي حصل ده هيغيرو. تفتكر يا احمد تفتكر ان 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 اتليتكو مدريد اللي هو اقوى طفاع في اوروبا ممكن يتغلب اتنين صفر من بار? وارد. 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 وارد ميونيخ. بار ميونيخ على عرضه وجماهيره لعيد بيادة في الفريق. اه اه. طبعا احمد اه اه يعني انت شاف ان الاقرب بار ميونيخ وارد ميونيخ وارد مدريد النهائي? ده بني ده منطقيا. منطقيا ان البايرن وارد مدريد في النهائي منطقيا. الخبرة او اه الهاج النفسي في الفرقيتين. يعني حتى يعني كل المؤشرات في الاتحاد الاوروبي وفي الصحافة وكلام ده كله بترشح ان البايرن وارد مدريد وبالنهائي. احمد انا عارف انت متابع جيد للاوروبا وكده. عندك معلومات. بنسمع كتير قوي على رمضان صبحي. جالوا ميلا. رمضان صبحي احد المصريين اللي بيشتغلوا في اكديميات تشيلسي. اه. عرضوا على تشيلسي. اه. كلام كتير على ان النني بيرشحوا الارسنال. كلام خلاص انه في الانتقالات السنة دي الصيفية. هيترك رمضان صبحي النادي الاهلي. عندك معلومات? بصد كابتل حياني اتكلم بتراحة موضوع رمضان صبحي ده. موضوع رمضان صبحي ده. الفترة اخيرة الصعف. الصعف مثل المصري هنا كتبوا عنه تقارير انه ماشي. وفي عرض من ميان وعرض من سيلسي وعرض من ارسنان وليني بيرشحها زي ما حدرتك قلت. بس اه كل كلامة تكاهنات وكلامة على وراء. اه المسئول مسئول بتاعكو ضفت شيلسي مبارك خرج بنافع الموضوع دي امان وقال انا ما عرفش حدث موضوع. يعني مسئول شيلسي نفسه اه اه موصول التعقلات. قالك انا عرفش حد اسمو رمضان صبح. اه ده مبارح. اه في ميلا هناك ميلا دلوقتي في توطر ان اه ان درلسكوني عايبيه عايبيه سبعين في المية من اسهم النادي المتصبرين السينيين. وده طبعا موقف كل حاجة. في ارسنان الانتكلام صحافة بيقولوا ان اني مرشحة. وعتقد يعني ان الكلام ده مش موجود برا للا اي دراشة حد. لما هم يسألوا عليه. انما لسه رمضان صحيح ما فيش ولا عرض رسمي جيل حد دلوقتي ولا من اي من اي نادي اوروبا. كان فيه كلام السنة اللي فاتت ان هو خلاص رمع يزاو. فاكر انت? اه فاكر كانت كهنات برضو ما 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 فيش حاجة رسمي جات من اهل. اه. حتى ممكن يكون فيه وكيل او شركة تفويق ارضة ممكن يكون عرضة على الاهل. انما ما فيش باكس رسمي طلع من نادي اوروبا للاهل. اه. هم عايزين من رمضان صباح. يعني احنا ما نقدرش نقول لغاد دلوقتي ان رمضان جاله عرض رسمي او خلاص اه هو في طريقه للرحيل على النادي الاهل. لا لسه 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 بدري. ولو فيه ولو فيه ولو فيه صحف بره ما بتخبيه. اه. بس كان فيه كلام من اللي كازيتا تيل اسبورت كاتبت كلام على رمضان. اه عن الميلان لما لما فيه تركة تسويق ايطالية جابت اه جابت عرض على الاهل من رمضان ييكي ميلان. ده كان الاسبوع اللي جاسد الاسبورت اتكلمت والكوريري والمعظم صاحب ايطالية. وقال له انه زي صلاح. والكلام ده كده. بس برضو ليس لسه ما بتش حاجة رسمي. او بمعنى اضاك الاهلي مش عايز ان يمشي رمضان دلوقتي. زي ما حضرتك عارف ان الان رمضان يعني اموت اموت فقري في الاهل الفصل اخيرا ده. طيب. لا بس كان فيه كلام قوي جدا والغاد دلوقتي برضو كلها تكهنات وبعض المواقع المصرية اللي بتكتب بعض المواقع قال لك خلاص ده تريزي جي اه مضى عقد جديد مع اندرلخت ومتمسكين به نفس القصة بلجيكا يقول لك مفيش حد مضى حاجة. يقول لك رمضان لو مشي تريزي جي هيجي مكانه. ما حدش فهم حاجة. وتريزي جي ابتدى يلعب شوية في فترة الاخيرة وينزل اه حتى لسه صانع حدف قريب. تريزي جي اه باقي في اندرلخت البلجيكي ولا هيرحل? اه معلومات انا بتقول ان تريزي جي اقت اندرلخت وانا كنت يعني كنت مع حبيث وانا كان يوم كده. اه. هو قال النادي المتمسكين. وهم موافقين ان هما يزوروا. ونلعيب اه اللعيب وعايقا وعايقا دي. فهو اللي كان معطل الدنيا انه كان فينا مش موافقين على موضوع الصبر. انه يستنوا عليه اكتر من كده. انه كان فيه جلسة مع مع جهاز الفني وحد من الادارة. والموضوع الفترة الجاية. هيبقى رسمي ان هما هياخدون هائي. وان شاء الله تريزي جي الفترة الجاية هيسمع عنه كتير. يعني هيتبع النهائي لاندرلخت بس اعتقد هو فيه شرط بيع نهائي اتنين مليون يورو. اه. هيتبع نهائي. اه. يعني يعني المعلومات اللي عندك ان تريزي جي ممكن يتبع نهائي باتنين مليون يورو لبيعه نهائيا من اندرلخت اه للنادي الاهلي. اه. بلغة الكرة كده. اه. في بلزيكا عبق تريزي جي عجبهم. اه. شايفين في اللاعب رقم. اللي هو اللي ممكن يتطور رقمين ويبقى رقم عشرة. على ستسر يفعد. مش مجرد نصر ما لعبه. اه. بقول لك محمد صلاح اه ماضي اه كزا سنة في روما ولا السنة دي اخر سنة ليه? لا اه محمد صلاح بالمستوى ده هيجدد. عمر روما ما تفرط انتصل الجاية انها تفكر تفرط في الصلاح او في الشراوي او في اي فريق. ايوا بس محمد صلاح نفسه ممكن يجيله نادي اه افضل. اه. بنسبة بيها كابتن ومنطقيا كده. روما امره ما اي اه. محمد صلاح قصدي امره ما يفقد يكرر اه. اللي حسن مع فرنتينا تاني. محمد صلاح. السنة انت دلوقتي هو اعارة من شيلسي الروما. بتتجدد مع حقية البيع. عشان يبيع عشان يشتري صلاح لازم روما يدفع واحد وعشرين مليون يورو. اه. يعني هيبقى مطالب روما بنهاية الموسم انه يدفع واحد وعشرين مليون يورو لتشيلسي عشان لو عايز يشتري صلاح نهائي. اه انا اه اللي انا شايفه والصحب بتقوله والاتموسفير في النادي الايطالي ان صلاحة ان صلاحة يقض حتى لو هيتفعه ده رقم ده الروتين. تمام. اخيرا رياض محرز. وحصوله على افضل لاعب في البريمير ليج والدورة الانجليزي الاول مرة في تاريخ افريقيا والعرب. هل رياض محرز فعلا في اه 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 تمنه هيوصل لخمسين مليون يورو بعد حصوله على افضل لاعب في الدورة الانجليزي. وهل ممكن نشوف ريال مدريد او برشتونا بيقدموا عروض لهذا اللعب? فصة كابتن رابح ماجور لما خد دور الابطال مع بورتو. العربي الوحيد اللي خد دور الابطال مع خد بطولة دورة افضل اوروبا. بعد ما خد دور الابطال سعره في السوق في في الوقت ده كان كان معدي. اه. كفت اللي حصل مع رابح ماجورة حصل مع نحية في الفترة اللي اول ما خد الجايزة. او مش من اول ما خد الجايزة من اول ما بدأ يطلح في الدولة الانجليزي. اه قيمة السوقية في المريكات والسيطي تعدى الاربعين وخمسة واربعين مليون يورو. تمام. تفتكر من ان ده ممكن تهتم بيه? الفئة الوحيدة اللي مهتمة بيه كان اه كان ارسنال وبرسولا كانت مي. بارسولا قبل اه. قبل زبزاريتة ما يمشي لمدير الرياضي. كان متكلم ان اهما ايزينه. بس احفاق دي يعني ان نوعية محرس دي ما تخلوكش من انجلترا يعني. المحرس يعني. محرس لو راح باداءه ده داول الازباني. عيامل اكتر من العامل معموش داول الانجليزي. ان انا مواجل ده انا عايز. ما قول دي يروح داول الانجليزي. يروح مانشستر مثلا. دي هو نوعية دي يروح مانشستر يروح تشلفي. انه ما يخلوكش من انجلترا. اه. ده الصح. طويا ده الصح يعني. اه اه. بس خد بالك فيه حاجة غريبة بتحصل. اما اي العيب يلعف الدور الانجليزي مبقاش عايز يسيب الدور الانجليزي. طبعا. ده احسن. اعلى براند. اعلى براند في الظخور العالمية. اعلى براند. في نتبقى اقوى دوري. نعم ده اعلى براند. ده احسن. احسن دوري. او اي لايب مهما كان كرويات. وعندك خير خير مثال بردي. سميل محرس بالبريد. من قصة كفاح. الراجل يطلع ويصدر بعد ما كان عامل في مصنع ويطلع دلوقتي. عنده تمانية وعشرين سنة والسعر ممكن صحيح صحيح. اخيرا محمد النيني بيثبت اقدامه في الارسنل? اه طبعا محمد النيني دلوقتي من احسن دقابة وسط الملعب في العالم. مش في محمد النيني اكتر واحد دوري انجليزي بيعمل بصات صحة. اكتر واحد اكتر واحد بيتوظف في وسط الملعب صحة دلوقتي. بقى يعتمد عليه اعتماد كله. بقى يعتمد عليه اكتر من كوكليني وفلامي. اه بقى احسن. يعني دلوقتي في الوقت اللي بيعملو ده ايه ده ايه لو قعد? ما مشيش السنة الجاية ان هو هيخلي اني حاجة عمر زي روز تمام. تمام عشان وقتنا احمد اخيرا عمر وردة. برضو ارتبط اسمه بانتقالات كبيرة. بعد ما تقلقه في الدوري اليوناني. هعندك معلومة عن عمر وردة? عمر وردة باقي في الدوري اليوناني لموسمين. او موسم ونصف. اه. ممكن ينتقل لنادي افضل في الدوري اليوناني? لا اه ممكن اه ممكن. اه كان فيه كلام على الاولمبيادس. اه. بس بعد المنش اللي ده قدامه موجب جول. بس هو عمر وردة اكس دوري اليوناني فترة. واحد اللي النني عملو اه مثال. لما الفتر اللي عادها النني مع بازل. واخد دي مثال. مش عايز اتصرع بمعنى. بالضبط مش عايز اتصرع ويقعد احتياطي. طيب. شكرك احمد عز طبعا الناقد رياضي بموقع تلتمائة وستين. النهاردة دي كانت حلقتنا وحلقة استثنائية يا جماعة. طلعنا من اربعة الستة معاكم. بكرا ان شاء الله هجيلكم برضو في الكرة في الدريم. وهنكون من سبعة لتمانية ونصف. وهتكون ايضا مداخلات تليفونية فقط. بكرا لمشاهدي اه اه طبعا الكرة في الدريم. هشوفكم بكرا الجمعة. واه اه الى اللقاء. اشتركوا في القناة